موسيقى 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 مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة في جولة جديدة للقرة الأوروبية في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم الحديث طبعا عن آخر الأخبار في القرة العالمية ونشوف طبعا اللي بيحصر فيه الدوريات الأوروبية كمان حيكون كلام النهاردة عن الحدث الأبرز بطولة أو أرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اللي خلاص من خلال دقايق يعني اتعرفت المجموعات وتم الكشف عن طبعا المجموعات نتيجة الأرعة ويعني كل الناس متابعة الأرعة بشكل كبير جدا والملاحظ أن فيه عدد كبير جدا من الأندية اللي كان لها صبق الفوز بدوري أبطال أوروبا موجودين فيه طبعا الـ 32 فريق حضراتكم عارفين تمن يعني بنتكلم على دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هنتكلم فيه بالتفصيل أكيد عن الملف دوت مع ضفنا النهاردة النقد الرادي المتميز أحمد مجدي هنتعرف منه على شكل الصراع في هذه البطولة وكمان هنتابع مع حضراتكم وحنجيب لكم طبعا الأرعة أصفرت عن المجموعات بأني شكل النهاردة كمان عندنا حديث عن التصنيف الشهري للفيفا اللي وضع طبعا منتخب مصر وحنتكلم برضو عن منتخب مصر وضعه في خريطة إذا كانت على المستوى الأفريقية أو على المستوى العالمي هنشوف ونتابع مع حضراتكم منتخب مصر ومستقبله اللي جاي من خلال إن شاء الله المحترف عندنا كمان حديث عن المباراة الكبيرة اللي كانت تيكي تاك اللي كانت موجود واللي كان عالم كله بيتبحها ما بين المان سيتي وبرشلونا والدقية المباراة دي جمعت اتنين من الزمن الجميل بيب جارديولا وتشافي وكانت مباراة رائعة هنتكلم عليها برضو بالتفصيل كمان زي ما بقول لحضراتكم 31 أغسطس هو نهاية خلاص نهاية المركات السيفي في أوروبا وما زال لغاية دلوقتي الأندية الكبيرة بتسعى لي ضم صفقات جديدة على مستوى اللاعبين المميزين عندنا أخبار كتيرة جدا جدا وكواليس عن انتقالات اللاعبين في اللحظات الأخيرة بنتكلم على تشيلسي بنتكلم على الماني يونايتد بنتكلم على برشلونا ما زالوا يبحثوا عن الصفقات الجديدة لانطلاق موسم رائع اذا كان على المستوى المحلي او على المستوى الاوروبي حالتنا كمان هنتكلم برضو عن الدوريات شكل التنافس في الدوريات في الطوب 5 ليجز خاصة الدوري الإنجليزي وقدية الدوري الإنجليزي انطلاقة غير متوقعة لبعض الأندية طبعا على رأسها طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح مع ليفر بول اللي بيحصل في ليفر بول هل ليفر بول بيبتعد من بدري عن المنافسة على البريميال ليج السنة الناس بتقول لسه بدري ولكن المؤشرات تقلق شوية المؤشرات وكمان ردود أفعال يورجون كلوب يمكن بعد الهزيمة الأخيرة يعني أول ثلاث جوالات بيحصل على يعني نقطتين من تعدلين وهزيمة بداية سيئة جدا على الجانب الآخر على سبيل المثال بداية ولا أروع للأرسن برضو ملف البريميال ليج هنتكلم عليه نتكلم على المان يونايتد المان يونايتد هل دي بداية جديدة بعد الفوز الأخير هل بدأ خلاص المان يونايتد يحط رجله ويبدأ انطلاقة جديدة كل دوت وغير طبعا ملفات أخرى هيكون معانا هنا في المحترم طيب زي ما تعودنا قبل ما نخش على الصحافة العالمية وقالت إيه برضو أحب أقول مع حضراتكم هيدلاينز أهم الأخبار على المستوى القورة الأوروبية والعالمية النهاردة أعلن الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا النهاردة الصبح التصنيف الشهري للمنتخبات عن الشهر الماضي وطبعا يعني شهد حفاظ منتخب مصر على مركزه العالمي كما هو بدون أي تغيير منتخب مصر بيحتل المركز الاربعين عالميا للشهر الثاني على التوالي وكمان حافظ منتخب مصر على المركز الاربعين عالميا للمرة الثانية على التوالي وطبعا المركز السادس كمان على المستوى الأفرقي منتخب السنغالي في المركز الأول أفرقيا ومركز الـ 18 عالميا منتخب المغرب جاء على المستوى الثاني أفرقيا والمركز 23 عالميا وجاءت أول خمس منتخبات أفرقية في التصنيف العالمي على النحو اللي أقوله لحضراتكم سنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون ده الخمسة على الترتيب على الصعيد العالمي المنتخب البرازيلي بيحتفظ بالمركز الأول على مستوى العالم ثم جاء طبعا منتخب بلجيكا في المركز الثاني، الأرجنتين في المركز الثالث ثم يليها المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي ثم الأسباني والإيطالي والمنتخب الهولندي والبرتغال والدنمارك المنتخب طبعا المتقلق مؤخرا في المركز العاشر دي طبعا الترتيب العربي طبعا والترتيب الأفريقي زي ما شفنا مع حضراتكم والحديث عن منتخب مصر والسؤال اللي بيطرح نفسه هل المنتخب المصر هيخوض معسكر عقب انتهاء الدوري لكن هنقشوا دوت برضو مع ضفنا أحمد مجدي لأن زي ما حضراتكم عارفين هيكون في راحات كتيرة جدا طبعا الإدارة الفنية تحت قيادة روي فيتوريا المدرب الجديد كان بيقول أن فيه يوم 23 و27 من شهر ستمبر هيكون فيه معسكر المعسكر ده يقام ولا لا هنشوف المؤشرات وهنتبعها والنقشة مع نجمنا أحمد مجدي الخبر الثاني من نيو كاسل نيو كاسل طبعا حسم التعاقد مع السويدي ألكساندر إيزاك طبعا نجم ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الحالية وتعاقد نيو كاسل مع السويدي إيزاك قادما من ريال سوسيداد في صفقة بلغت قمتها 60 مليون يورو حضراتكم عارفين أن إيزاك انضم لريال سوسيداد في صيف 2019 وكان قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 10 مليون يورو وإيزاك سجل 44 هدف في 132 مباراة في الدوري الأسباني تسعة أهداف في 37 مباراة مع المنتخب السويدي خبر آخر قشف يمكن خبير الانتقالات الشهيرة فابريزان ورومانو أن نادي تشيلسي ما زال مصمم على التعاقد مع أوباما يونج مهاجم برشلونة في المركات الصيفي الحالي وحيبدأ جولة جديدة من المنفاوضات مع برشلونة وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر سيجدد شلسي اتصالاته مع برشلونة مرة أخرى من خلال وسطة اليوم طبعا التواصل مع أوباما يونج يعني زي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى الانتقالات لسه مشتعلة بشكل كبير جدا والخطوات الأخيرة لألمركات والصيفي بتشهد صراع ما بين الأندية الكبيرة نادي طبعا الكاتلوني بالنسبة لأوباما يونج يعني حابب يبيعه لأن برشلونة عنده مشكلة كمان في قيد جوليس كونديا المدافع الفرنسي ومن الوارد طبعا أنه يبيع أوباما يونج اللي يحصل على إرادة مالية وهو فعلا عنده وعنده مشكلة وأزمة مالية طيب على الجانب الآخر من الدوري الإيطالي نادي ليوفنتوس بيتعاقد مع الدولي البولندي ميلك طبعا ده مهاجم مارسيليا خلال طبعا الانتقالات الحالية جزء ما حضراتكم عارفين أن ميلك قرر أن يعود تاني للدوري الإيطالي مرة أخرى كان بيلعب طبعا ليه فريق نابولي قبل ما يروح ليه مارسيليا طبعا اليوفنتوس حاول التعاقد مع البولندي كمان منفس ديباعي مهاجم برشلونة لكن المفاوضات فشلت فيه التواصل الاتفاق مع اللاعب رغم مع النادي بالرغم الاتفاق مع اللاعب وطبعا ميلك حينضم ليه ليوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل مليون يورو ده سوابت ومليون أخرى كإضافات وحوافز مع خيار الشيار طبعا الشراء في نهاية الإعارة بمبلغ 8 مليون يورو حضراتكم عارفين كمان اليوفنتوس بيحاول بقدر إمكان بعد خسارته السرية آل لمسامين على التوالي أنه يجدد من الدماء من خلال الصفقات يعني كان طبعا بجب على رأس هذه الصفقات الجديدة بتكلمنا على ديمارية بنكلمها على جيلسون بريمير طبعا ده أحد اللاعبين المميزين جدا والجدير بالذكر أن خلال 18 شهر يعني لعب فيهم ملك بقميص مارسيليا يمكن تمكن من تسجيل 30 هدف من خلال 55 مباراة في جميع المسابقات طبعا لعب مميز جدا على مستوى التهديف ده كانت يمكن الأخبار السريعة طب نروح مع حضراتكم سريعا كمان نشوف أخبار الصحف العالمية قالت إيه في المحترف يلا بينا نبدأ جولتنا النهاردة بصحيفة ماركا الأسبانية ماركا الأسبانية ركزت على قرعة دور أبطال أوروبا اللي تم طبعا إجراءها منذ قليل اهتمت الصحيفة كمان بتعادل مان سيتي وبرشلونة في مباراة رائعة 3-3 في لقاء ودي صحيفة سبورت الأسبانية اهتمت طبعا بودية طبعا المان سيتي وبرشلونة وبالإضافة كمان لدور أبطال أوروبا والأرع اللي يمكن خلصت منذ دقايق وتوقعت أن يقع برشلونة في مجموعة الموت وحنشوف دوت مع نجمنا والناقض رادي أحمد مجد دي بورتيفو طبعا الأسبانية اهتمت بانتقال السويدي أليكساندر إيزاك لنيو كاسل وكتبت سوسيداد يصل لصفقة قياسية تبلغ 70 مليون يورو لبيع لاعب إلى نيو كاسل نتير إلى بريطانيا وجريدة الزيسان الإنجليزية ركزت على انضمام لاعب طبعا إيزاك نيو كاسل من حسم هذه الصفقة من ريال سوسيداد مقابل 63 مليون جنيه استرليني كمان اهتمت الصحيفة برفع منشستا يرونايت بالعرض المالي المقدم لأيكس لضم أنتونيو واللي بلغ قيمة هذه العرض أو قيمة هذا العرض لي 84 مليون جنيه استرليني نروح لفرنسا لكيبل فرنسية ركزت على طبعا لسه سوء الانتقالات اللاعبين وصفقات الإسبوع الأخير في المركاتو وكتبت النداء الأخير قبل الإغلاق دي كانت نهاية أخبار الصحف العالمية نروح لفاصل بعد الفاصل هنستقبل نجمينا النقد الرياضي أحمد مجني نتكلم في كل الملفات وعلى رأسها طبعا قرأة دوري أبطال أوروبا وهنتكلم على البريمير ريج وعلى محمد صلاح وعلى الدوري الأسباني والألماني كل ده في المحترف بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا بنرحب بنجمينا النهاردة وضيفنا النهاردة النقد الرياضي المتميز أحمد مجني عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهاردة في المحترف أبو حميد إزاك يا كابتن محشني يا كابتن كثير نورنا والله يا ربني خليك يا كابتن اسمح لي قبل أي شيء يعني أعبر عن شكري وامتناني أننا زي النهاردة من سنة بالزبط كان أول لقاء في المحترف فالحمد الله مسيرة الحمد الله الواحد فخور بها جدا وحضرتك كنت من أهم الأسباب الداعمة للظهور دوت وقبل أي حاجة المحترف نفسه المحتوى بيزيد وبيبقى قايم أكتر وأكتر وانت بتضيف لنا بصراحة يا أحمد في كل طبعا لقاء بيك بتزود المكان بخبراتك ومعلوماتك ودايما بتشرفنا وبتنورنا في المحترف ربني خليك يا كابتن ده بنور حضرتك وبفرصة حضرتك اللي بتسيبها لكل الأراءة حبيبي حبيبي قبل ما نتكلم مع أحمد في تفاصيل حلقتنا النهاردة كان عندنا نجم مصري ألماني سيبرايل ده انتقل لأحد الأندية في بلغاريا وزي ما بقول لحضراتكم ملف دوت ملف مهم جدا جدا عندنا لعبين مميزين جدا على المستوى اللاعبين المصريين في أوروبا سيبرايل انتقل لنادي بيرين ده في نادي بلغاريا والنهاردة كمان عندنا نجم جديد نجم جديد على مستوى المصريين المحترفين في أوروبا ريكاردو ده ريكاردو لعب مصري إيطاليا يحمل الجنسية المصرية والإيطالية وزي ما بقول لحضراتكم اللجوم دول أو اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا دي خطوة وملف مهم جدا احنا متمسكين هنا في المحترف ان احنا بنعرضه على حضراتكم مش بنعرض بس كمان بنتابع خطواتهم بينتقل من نادي إلى نادي إلى نادي وزي ما وعدنا لحضراتكم احنا لسا مستمرين في هذه المتابعة ولعل وعسى بنقدم خدمة للكرة المصرية من خلال لعبين يحملوا الجنسية المصرية بلعبوا في الدوريات الأوروبية عرضنا أكتر من اللاعب الغاية دلوقتي أكتر من 6-7 لعيبة في الدوري الألماني في الدوري الدنماركي وفي دوريات مختلفة النهاردة من خلال المحترف كمان نحب نعرض لحضراتكم نجمع آخر ولاعب آخر يحمل الجنسية المصرية الإيطالية خلال الفيديو ده كمان النموذج للاعب مصر إيطالي بيلعب في جنوى الإيطالي في مسابقة الشباب تحت 18 سنة لعيب مدافع وسط ملعب لعيب عنده 18 سنة يحمل الجنسية المصرية وزي ما بقول لحضراتكم ملاف مهم جدا هنتمسك به وهنتابع مع حضراتكم من خلال المحترف عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المصريين حميل الجنسية الأخرى بيلعبه في أوروبا وإن شاء الله نقدم ولو لو طلعنا من العناصر دي أربع خمس لعيبة يكونوا موجودين في منتخباتنا على مستوى للشباب والقلوم بأكيد هيكون ده مهم جدا جدا معاليش أحمد احنا طبعا من خلال وجودك ودايما بتصادف من خلال وجودك بنعرض بعض الأسماء اللاعبين المصريين حامل الجنسية الأخرى في أوروبا ومتمسكين بالملف دوت لأن أنا مؤمن أنه ممكن جدا جدا عمر مرموش جيه بمحد الصدفة ولكن من خلال المتابعة الجيدة ممكن نلاقي أكتر من نجم يخدم الكرة المصرية ده طبعا ده الأولوية كابتن ولما حضرتك على وجه التحديد تشرف على حاجة زي دي فحضرتك من الناس اللي حظيت بفرصة اللعب المبكر في أوروبا في عمر صغير ورغم أن حضرتك كان ليه كرير قبل ما تحترف في الأهل موجود كنت تقريبا أربع أو خمس مواسم قبل ما حضرتك تسافر للاحتراب بشكل عام فحضرتك مدرك جدا مدى أهمية التأسيس في الملعب الأوروبية في الأعمار الصغيرة وده المرحلة اللي ممكن تنقص الكرة المصرية دلوقتي مع مستوى المنافسة العالي سواء مع عرب شمال أفريقيا حاليا أو مع منتخبات أفريقيا بشكل عام ومن نقطة تانية مهمة أنه ده القادم يعني القادم أنه نحن عندنا مشكلة كبيرة دلوقتي في أساسيات بعض المراكز أو في أساسيات بعض اللاعبين المنتخب مفتقدهم فوجود مثلا مناموذك زي المطروح ريكاردو موسكاتيلي في جنوة نحن نتكلم عن اللعب بلعب بيجيد حتى في 3 أو 4 أماكن ملعب ومدافع وشارك مع منتخبات إيطاليا في الفئات السنية الأدنى على ما أعتقد وأعتقد كان فيه محاولة في وقت الملل التواصل معاه ممكن نكون هنا في المحترف طاقة الاتحاد المصري يشوف النور بتاعها إن شاء الله ويتواصل معاه لأن اللعب بالسن ده متأسس في جنوة وبيلعب في الفئات السنية الأدنى وحاصل على دور الشباب الإيطالي في السن الصغيرة دي لعب لا يستهن بخبرته على الأقل في الوقت اللي هو فيه لا يستهن بخبرته من 14 إلى 18 سنة دي الفترة دي فترة كويسة خصويا من المركز ده احنا بنعاني جدا فيه في مصر اللي هو اللي عايب الجوكر اللي يلعب باكرايت أو يلعب بارتكاز أو يقدر يساند في نص الملعب من بعد أحمد فتحي ومن بعد بركات ومن بعد الأسماء دي كلها المركز ده كان دايما نقطة قوة لمنتخب مصر نعم كابتن إبريم حسن وبعدين أحمد فتحي وبعد كده لما لعب بركات فيه في كاس أوم أفريقيا 2006 فالمركز ده عندنا فيه مشكلة كثيرة أكرم توفيق لما تصاب القرى المصرية كلها عانت من توظيف اللعب الباكرايت اللي بيعرف يدخل نص الملعب ويديكه عمق تكتيكي فأعتقد أن تأسيس واحد في المركز ده في جنوى ويجي من بدري كده قبل ما منتخب إيطاليا الكبير يشوفه أعتقد شيء مهم جدا إن شاء الله يعني احنا مع الملف دوت بنتابعه بشكل مميز جدا من خلال طبعا يعني زي ما قلنا هنقدم هذا الملف بشكل كامل هنجمع أكتر من 15 أو 20 لعب وهنقدم هذا الملف للاتحاد المصري لكرة القدم للمدرب منتخب الأولمبي للمدرب منتخب الشباب عشان يبدأوا يتواصلوا مع النجوم ديت ويا ريت يا ريت زي ما بقول يبقى عندنا منهم 4 أو 5 لعيبة إن شاء الله يكون خطوة جيدة للكرة المصرية طيب كنت بتعمل إيه قبل ما تخش علىه أكيد كنت بتتبع طبعا قرعة دوري أبطال أوروبا وكنت بقولك أن أنا مبسوط بالقرعة مبسوط بالقرعة طبعا أنا عارف وأنا وإنت بنحب بارشلونة خلينا يعني قبل ما نخش على المجموعات والقرعة انتبعك إيه عن البطولة دا قبل ما تبدأ الناس بتتكلم منها من أقوى النسخ هتكون من أقوى نسخ دوري أبطال أوروبا لأن فيه أندية كتيرة جدا جدا حتى في المستوى الثاني والثالث عندهم أو كسبوا البطولة بشكل كبير جدا انتبعك إيه عن البطولة طولة صعبة هل مازالت محددة بأربع خمس أسماء هما اللي هيكملوا شايفها إزاي طبعا يعني ما ينفعش يا كابتن نغفل دوري السوبر ليجي الأوروبي المشروع الفاشل ما شافش النور لحد دلوقتي على حرص يوفا دلوقتي على أن دوري أبطال أوروبا تكون بطولة أولا مدر الأرباح كتير ثانيا مرشطها كتير ثالثا وده الأهم مستوى المرشط عالي فالنسخة دي هي النسخة قبل الأخيرة قبل التعديل اللي أعلنوا يوفا اللي هيبدأ من مسم 23-24 اللي هو هيكون بقى ألية التأهل مختلفة وطريقة اللعب مختلفة وطريقة التأهل مختلفة يعني هيتلعب بطولة يعني هيصف في 32 يعني 64 فرقة بعكا 32 اللي 32 دول هيلعب كلهم 15 هيلعب 16 هيلعب بطولة ممتدة على طول الموسم فدي كانت بروفا في النقطة التأهيلية في نقطة تأهيل نظام التأهيل في الملحق اختلف في البطولة دي وعشان كده احنا شايفين أربع أو خمس مجموعات فيهم ثلاثة من الفائزين السابقين بدول ثلاثة أو أقل تعالى لو أنت يا أحمد قبل ما نشوف يعني القرعة أصفرت عن إيه تعالى لو أنت نرجع خطوة الوراء ونشوف البوت الأربع مستويات اللي طبعا كانوا موجودين قبل القرعة وحن طبعا هنعرض يعني نتيجة القرعة البوت الأولاني طبعا ريال مدريد المان سيتي فرانكفورت الألماني ميلان بايرن بي اس جي بورتو وآيكس بوس على البوت التاني مجموعة الأندية اللي موجودة فيه ليفر بول تشيرسي بارشلونا يوفينتوس أتليتيكو مدريد سيفليا ولايبسيك وطوتنهام ده كلها أندية قنمة بتتكلم على البوت التالت دورتمون زالسبوك شاختر انتر نابولي سبورتينج ليفر كوزين بنفيكا برضو قوي جدا على المستوى الرابع مارسيليا طبعا وبلوجل بلجيكي سيلتيك مكابي حيفا وفيكتوريا بيلزين كوبنهاجن دينامو زيجرب ورينجورس وعودة كبيرة جدا جدا للقرى الإنجليزية أو الفرى الإنجليزية بتكلم على سيلتيك ورينجورس أعتقد من 2007 ما تجمعوش في دوري أبطال أوروبا دي كانت البوت قبل قبل القرعة من الواضح زي ما انت بتقول هتكون من أقوى نسخ دوري أبطال أوروبا لأن المنافسة بدأت بشكل واضح في المجموعات مش منافسة عادية لما في مجموعة فيها برشلونة وإنتر وبيرن منشن مجموعة تانية يستعرض المجموعات يستعرض المجموعات بشكل وبرضو أنت من خلال خبرتك طبعا من بدري نقول ده ممكن مين يصعد ومين ما يصعدش لكن خلينا نتكلم بكل أمانة نحن بنتكلم على أنا بشجع برشلونة وأنت بتشجع برشلونة في ناس تانية بتشجع يعني هاب الجنيدي بيشجع الريال مدريد ريال مدريد دولة في مجموعة الموت وكأن الريال لو اختار القرعة بالنسبة له مش هتطلع يلا نطلع بلي المجموعة الأولى نشوف القرعة والمجموعة الأولى في دورة أبطال أوروبا دي المجموعة الأولى طبعا آيكس ليبربول نابولي ورينجرس الإسكتلندي طبعا احنا عندنا المجموعة فيها أكتر من معركة تاريخية أول شيء ليبربول ونابولي من السنوات اللي فاتت بقت موجهة كلاسيكية بعض الشيء في الأدوار المتقدمة أو في دور المجموعة من بعد ما ليبربول أقصى نابولي السنة قبل اللي فاتت من دور 16 وقبلها في دور المجموعة أقصى منع تأهل وتأهل على حسابه في أخر جولة بدف محمد صلاح لما راوخ كل بالي وحطها برجل اليمين عندنا ليبربول ورينجرس موجهة بريطانية بريطانية خالصة ليبربول وآيكس موجهة كانت يعني ما حصلتش السنوات اللي فاتت ولكنها موجهة كانت دايما وشيكة يعني الدور البطولة بتاعت 2018 2019 اللي فاز ليبربول بلقبها كان ليبربول وآيكس في الدور نص النهائي آيكس دلوقتي في التصنيف الأول وليبربول اللي في التصنيف الثاني وده وضعية مش معتادة لأنه اختلف نظام القولبة وضع المجموعات زي ما بيقولوا آيكس دلوقتي مثلا في أكتر من نجم مرشح للانتقال لمانشستر يونيتد اللي هو الغريم التقليدي اللي فر بول أبرزهم على الإطلاق أنتوني اللي يقال أن المانشستر خلص فيه 94 مليون استرليني في واحدة من أغلى الصفقات لو تمت في تاريخ الدورة الإنجليزية فده نموذج اللي اللي احنا بنتكلم فيه تشابكات تاريخية كثيرة جدا وتشابكات حتى بعضها جغرافي زي ما بنقول مجموعة ليفر بول ورينجرز على سبيل المثال فده مجموعة لا يستهام بها أبدا خصوصا مع انطلاقة نابولي في الدورة الإيطالية بحق 6 نقاط من مارشين ومقد أداء كويس وما استقبل شواله هدف مع الوشيانوس بلتي ومنتدب اسم كبير زي اندونبلي عمل مستهى ممتاز جدا فأول مارشين في الدور الإيطالي فأعتقد دي مجموعة لا يستهام بها أبدا خلي بالك كل مجموعة هقولك مين اللي هيصعد من دلوقتي هنتحضر نفسك للسؤال يعني بنتكلم آيكس ليفر بول نابولي ورينجرز مجموعة قوية جدا انت بتكلم على مواجهات بشكل الدربي بتكلم على مواجهات مع فرق كبيرة جدا بتكلم كمان على آيكس اللي يمكن في النسخة اللي فاتت كان محاق نجاحات كبيرة جدا في دور المجموعات ويمكن خرج يعني أكس في الأدوار الأخيرة اختر لنا اتنين هما دول هيوصل يعني خلينا بس عشان ما نجزمش بشيء بس أعتقد ليفر بول ونابولي أعتقد ليفر بول ونابولي على حساب آيكس لأن آيكس متأثر أكيد برحيل إيريك تنهاجل المانشستر يونايتد مدرب معهم بقالوه خمس أو ست سنين هيأثر عليهم بالزبط وفي نجوم كتير فقدهم الفريق في المركاتو دوت علشان يبني تيم جديد فأعتقد أن آيكس تكون في مرحلة ببناء مش هيقدر يتقاهل فيها من المجموعة الدور التانية المجموعة قوية جدا أنت قلت طبعا ليفر بول مع نابولي طيب خلينا نروح للمجموعة التانية مجموعة على مستوى بورتو على مستوى أتليتيكو مدريد الأسباني لبركوزن الألماني وكلاب بروج البلجيكي من المجموعة الأوليلة السهلة هي مجموعة ومجموعتين أعتقد هم ثلاث مجموعة السهلين أعتقد دي واحدة منهم أعتقد أن أتليتيكو مدريد طريق مش مفروش بالورود في وجود لبركوزن وإحنا شفنا فرانك فورتي كان خصم ألماني مش متوقع السنة اللي فاتت في الدور الأوروبي أقصى برشلونة ونجح أنه يفوز بالبطولة بورتو مش فريق سهل ولكن برضو متأثر برحيل لويس دياز الشتاء اللي فات وبعدين فابيو فييرا لأرسنل فأعتقد أن بورتو خصم لا يستهام بيه ولكنه قادر أنه يوصل دايما للأدوار الستاشر والثماني في دور أبطال أوروبا دا اللي احنا متعودين عليه أعتقد من المجموعة دي يا كابتن هتأهل أتليتكو مادريد وبرتو أعتقد أتليتكو مادريد وبرتو على حساب لابر كوزن وكلاب بروزش طيب نروح للمجموعة سي المجموعة سي هل من المجموعة ودي يعني أكيد كل الناس بتقول دي مجموعة الموت بالضبط لا مجموعة صعبة جدا البايرن برشلونا انتر أنا ما وعدش على مجموعة زي دي في حياتي في دور أبطال أوروبا لبرشلونا وغير برشلونا ما كانش قدام عيني كده فرق الثلاث أندية بالقوة دي وبالستمن يعني فيه جمدة بين الثلاثة يعني برشلونا أقصى انتر ميلا من دور المجموعة في آخر مواجهة ما بينهم وكسبوا زهب وعودة 2-0-2-1 بايرن وبرشلونا حدسوا لحرج فيه 8-2 والسنة اللي فاتت زهب وعودة وقابلوا بايرن فايز على برشلونا بمجموعة المواطنين 7-0 وبعدها برشلونا كسب بايرن ميونيخ وأقصى من نص من ربع نهاية دور بطال أوروبا مجموعة المواطنين 5-3 مباراة سائرية يعني مباراة سائرية لدرجة كبيرة جدا فأعتقد مواجه بايرن برشلونا وفيه ليفاندوفسكي في صفوف برشلونا كمان دلوقتي يواجه بايرن الأول مرة فبتتكلم في مواجهات معقدة جدا ولو فيه إشفاق فعلا يكون على فيكتوريا بيلزن الله أعلم ده يعمل إيه يعني في المجموعة دي ولكن في المجموعة اللي زي دي بيكون دور فيكتوريا يعني الفرق الرابعة دي هو الفريد اللي بيقسم التعاهر هو الفريد اللي بيقسم التعاهر للآخرين بالضبط وإنتر ميلا يعني دول اللي هيحددوا شكل المجموعة فلو حد فيهم تعثر قدام فيكتوريا بيلزن سواء ذهابا أو عودة هيدي التاني فرصة كبيرة جدا أنه يتقاهل مع بيرن فأعتقد أنه يعني المجموعة دي هتقاهل منها برشلونا وبيرني ميونيخ أعتقد مش هنرتب بقى أول وتاني لا مش هنفاصل في اللي يا عم نطلع وخلاص يعني نوصل للضرق اللي بعديه لبرشلونا طيب نروح للمجموعة دي طبعا على مستوى فرانكفورت الألمانية توتنهام طبعا الإنجليزي سبورتينج البرتغالي ومارسيليا الفرنسي مجموعة أعتقد برضو مش من المجموعة الصعبة مش من المجموعة الصعبة ولكن فيها برضو شوية تشابكات كده يعني مثلا فرانكفورت تقاهل أول يعني هو موجود في التصف الأول بكونه بطل الدوري الأوروبي ولكنه فقط أهم لعب عنده لوها كوستيتش رحل صفوف يوفينتوس قبل يوم واحد من ماتش السوبر الأوروبي قدام رائل مادريت وتنهام مع كونتي الفريق بدأ يكون ستيبل بعض الشيء وكنتي بدأ يحط سيستم بتاعه وهريكين بدأ خلاص عكس ما دخل السنة اللي فاتت كان عايز ينتقل لمنشستر سيتي لأ دخل السنة دي مسجل هدف مسجل ومأجز وحالته البدنية ممتازة سن متواهج جدا بعد لقب الهدف السنة اللي فاتت الفريق بقى قوي أعتقد الضامن الوحيد للتأهل بشكل واضح وتنهام عن المجموعة دي هيرفقوا مين أنا متخالي أن أمال أولمبيك مارسيليا السنة دي عالية يعني خلاني الكلام على سعادة طموحات الطموحات عالية جدا فرانكفورت زي ما يكون عمل أبجريد للليفل بتاعه في أوروبا لما خد مسابة الدور الأوروبي ولكن ممكن معنوش بقى البوش الأخير بالزبط يعني السنة اللي فاتت كان حقق كل شيء كسب برشلونة في الكامب نو خد الدور الأوروبي خد بطولة أوروبية الأول مرة من الستينيات على وجه التحديد لأن فرانكفورت فريق عريق جدا في ألمانيا وحضرتك أكيد تعلم ده ولكن طموح أولمبيك مارسيليا لدرجة الرغبة في شراء كريستيان ورونالدو اللي اضطرحت في الأسابيع اللي فاتت أعتقد ممكن تدفعه من أنهم يتآهلوا مع توتنام فأنا متخال المجموعة دي ممكن يتآهل عنها توتنام ومارسيليا طيب نروح للمجموعة الخامسة وطبعا المجموعة الخامسة على رأس المجموعة طبعا كان ميلان وتشيلسي سالسبورغ ودينامو زاجرب مجموعة ممكن تكون واضحة إلى حد كبير على مستوى الأسماء على مستوى الأندية اللي حصلت على دور الأبطال تكلم على ميلان وتشيلسي طبعا تشيلسي ولا أنت شايف ممكن يكون فيه مفاجأة هو سالسبورغ دايما خصم صعب في الدور الأبطال دايما من ساعة لما كان موجود معهم هالند وقبله ساديو ماني وكان معهم كذا لا فريق سالسبورغ بشكل عام فريق معقد بعض الشيء دايما بيحط حتى بيصعب المسائل صعب المسائل على ليفربول قبل كده وعمل مع نتائج يعني صعبة في الشامبينز ليج تشيلسي هو العنصر الأقوى في المجموعة دي تشيلسي على الرغم أنه فقط أسماء كتيرة كان بيرغب فيها في المركات وبرشلون انتصر عليه على وجه التحديد رافينيا ومعرفش يجيب غير كوكورية وكل بالي من الأهداف اللي هو دخلها وعلى وشك تحصوله على توقيع أوباميانج ولكن تشيلسي هو الخصم الأكثر استقرارا في المجموعة دي ميلا الغاية القصوى اللي كان بيبتغيها كابتن السيناوات اللي فاتت بالزاة السنوات الخمسة اللي فاتت هتحقق الكلشو يعني الضغط الرهيب اللي كان عن عشر سنوات بتوع كلشو أحيانا فرق الكورة لما توصل للليفل ده بتريح فاللي حصل أنه حتى ده بيان لنا في بداية الدور الإيطالي ميلا مشي الميلا اللي دخل بالعنف والشراسة بتاعت السنة اللي فاتت ميلا المفروض المجموعة اللي فاتت كانت معقدة مع أتلاتك ومادريدو مع ليفربول ولكن السنة دي هو هيتأهل غالبا تاني مع تشيلسي ولكن سلس بورج ممكن يكون ليه كلمة الحسم في المجموعة دي مش بالتأهل بس ممكن يعد على ميلا و تشيلسي بعض الشيء أعتقد المجموعة دي مجموعة محسومة أعتقد ميلا تشيلسي و الميلا طيب نروح للمجموعة السادسة وطبعا على رأسا بنتكلم على المان سيتي بنتكلم على سيفيليا بنتكلم على بروسيا دورتموند وبنتكلم على كوبين هاجن دي طبعا مجموعة آسف دي السبعة آسف دي بقى مجموعة الموت دي مجموعة الموت دي مش عارفة مريد هيعمل ايه هاي رائبتي موغيرمر ولا هاي رائب هو اللي بيختار هذه القرعة ما كانش واعد بهذا الشكل بتنكلم على ريال مدريد لايبسيك شاختار وسيلتك السؤال مين اللي هيوصل مع ريال مدريد نكلم لايبسيك تكلم على شاختار وتكلم على سيلتك بعد غياب طويل جدا وعرضة تاني الى دور الابطال هو لايبسيك خصم لا يستهم بي ليه لانه بخلاف عودة تيمو فيرنر اللي هو واحد من النجوم التاريخيين للنادي بعد تجربة غير نجاحة خلنا نسميها غير نجاحة في تشيلسي فهو عنده عنصر من العناصر الأقوى في أوروبا دلوقتي اللي هو كريستوفر نكونكو لو كنكونكو ما مشيش الخمس ستة يام اللي جايين دول لان ريال مدريد عايزوا المفارقة من ريال مدريد ممكن يستسني القرار اللي فلورنتينو بيريز أخدوا ان خلاص احنا قفلنا على ردو دي جيرويتش واميني النهاردة التقارير طلعت تتكلم عن انه لو نجحت عملية ببيع أسنسيو ودريوزولا وماريانو ديس ففي اتجاه انه ممكن يدفع الشرط الجزائي في عقد نكونكو اللي هو مش كبير ستين مليون يورو بس يعني وهتكون مش هيواجه مشكلة في تسجيله لانه هيسيب تلات لعبة برواتب عالية أسنسيو وماريانو وقدريوزولا فريال مدريد ممكن يعمل اللي بيعمله دايما انه يدخل في الوقت ده ويجيب اللعاب النجم فقدمه ست ايام على ده دايب زيكفر لا يستهام بيها لو دخلت بكامل قوامها اعتقد هي اللي هتتآهل مع ريال مدريد ريال مدريد كمان المجموعة دي غير التسهيلات الفنية كابتن ففي تسهيلات ليه علاقة بفكرة أنشلوتي أنشلوتي بشكل عام انا كنت متخن ودخد رزق كبير السنة دي باللعابة اللي هو عمال يقصيها من حساباته ويستعين ببعض الأسماء يعني دلوقتي مثلا بعد ما راحل كازيميرو توني كروس اتصاب بدأ الاعتماد بشكل كبير على كامافينجاتش ومينيفا الفيردي العناصر آه شابة وكل حاجة ولكن كل اللعبة دي هتلعب كده معدلات دقائق عالية جدا لأن عندك لعاب زي كروس مثلا ولعاب زي مودريتش ما بقواش يستحملوا النسق العالي 90 ديئة طول الموسم فأنت هتحتاج دائما تريحهم فكنت متخال أن ريال مدريد لو اصطدم بخصوم قوية في دور المجموعات في الشامبينز المهم ما تكون صعب ولكن ده حتى الرفاهية دي ما شفناش يعني حتى الرفاهية دي ما شفناش يعني الريال مدريد في طريق مفتوح وأعتقد هيصحبه لابزك في المجموعة دي طيب نروح للمجموعة اللي بعدين المجموعة اتش أعتقد نشوفها مجموعة جي مجموعة جي ونتكلم على طبعا المان سيتي طبعا الدوري الأبطال سيبيليا ودورتمون وكوبنهاجن برضو من خلال من خلال الرؤية العامة الأمور محسومة للمان سيتي ولكن يبقى واحد من سيبيليا دورتمون وكوبنهاجن دي بقى مجموعة صعبة جدا معقدة ولكن طبعا منشستر سيتي والوحيد اللي شبه ضمن المقعد الأول أو الثاني وإن كان الخصوم مش سهلين على وجه الإطلاق المريرة بالكنسر يا رب يتمش فعلة خير ممكن يحضر المتشاط المؤهي يعني في شهر من شهر 12 ممكن يكون موجود هالر هالر كان البديل الوحيد لهالند يعني البديل اللي بدورتمون ودقرر ينفق فيه على إيرلينج هالند سيبيا طبعا فريق مستقر قادر يحقق استقرار مع لوبيتيجي فني بعد تجربته فنال مدريد دلوقتي بيكمل السنة الثالثة معهم سيبيا عنده نجوم برضو في الوقت الراهن يوسف النصيري السناء المغربي وفي حراسة المرمى ياسين بونو طبعا هيفقد طبعا جول كوندي وهنحس بالفرق الدفاعي الصلابة الدفاعية اللي كانت عند إيشبيا في السنوات اللي فاتت أعتقد منشستر سيتي الوحيد اللي ضمن مكانه المنافسة بين إيشبيا ودورته منذ صراحة ما فيهاش ما فيهاش تنجيم يعني مستوى واحد شوية ولكن أعتقد أنه إيشبيا عنده فرصة أكبر أنه يتأهل مع منشستر سيتي وطبعا أعتقد كوبين هاجن هو اللي هيحدد مليل لتنين بالضبط هي المجموعة دي آه بالضبط زي مجموعة ببرشلونة كده طيب نروح للمجموعة اللي بعد كده طبعا مجموعة بي ات جي يوفينتوس بنفيكا ويعني مكابي كيان السهيوني في المركز الرابع برضو مجموعة إلى حد ما واضح فيها ملامح الأول والتاني وإن كان بنفيكا مع روجر ريشمت على سبيل يعني لقيته موحات كبيرة مع روجر ريشمت يدايق شوي آه وعمل دمع برشلونة السنة اللي فاتت وأقصى من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا يوفينتوس لو كانت حالته أقوى من الحالة اللي هو بدأ به الدور الإيطالي كنا قولنا باريس ويوفينتوس بمطمئنين البال طبعا باريس حاسم مقعده وبيتهايقلي محاسمه في المركز الأول وإن كان يوفينتوس لا يستهان به ولكن مش بقوة باريس خالص لو هنقول بس عشان نبقى في السيف صعيد هنقول باريس ويوفينتوس مع إيه عشرة في المية كده تبقى لبنفيكا لو حقق مفاجأ طيب معنا فيديو منشوف المدير الفني لفريق بنفيكا روجر شمت قال إيه عن هذه المجموعة وطموحاته في دور الأبطال إذا شاهدتم المباريات الأربعة في الأدوار التأهيلية تجدون أن فريقنا أثبت أنه يستحق اللعب في دور أبطال أوروبا أحسن اللاعبون الأداء وأنا أيضا سعيد لأن اللاعبين أثبتوا أنهم قادرون على تحمل وطأة الضغوط لأن الجميع يتوقعون تأهلك إلى دور أبطال أوروبا إذا كنت لعبا في بنفيكا غير أن الأدوار التأهيلية لهذه البطولة ليست سهلة على الإطلاق أعتقد أننا وبمساعدة المشجعين أحسن الأداء تحكمنا في رأي على مسار اللعب بصورة جيدة في الشوط الثاني أنهينا مبارتين ضدهم دون تكبد هدف واحد ولذلك هذه نتيجة جيدة جدا أشعر بارتياح كبير لأجل الجميع نتطلع الآن لما سيحدث في الأشهر المقبلة فهذا سيمنحنا ثقة كبيرة بالنفس دي طبعا كان كلامه يمكن قبل القرعة ويقع طبعا مع فريتين كبار بحجم بي اس جي واليوبينتوس طبعا وزي أحمد ما بيقول دايما الفرق المتوسطة أو ما بين كوسين الفرق الصغيرة ممكن أولا تحدث مفاجآت أو هي تكون العامل الكبير في صعود أحد الفرقة أو ترتيب المجموعة نفسها بالزبط وبنفيك على سبيل يعني على وجه الخصوص من السنة اللي فاتت بيتميز بصلابة دفاعه في المطولات الأوروبية بشكل كبير كان عنده عنص القوي اللي هو دارو النونز في خط الهجوم باع واستفاد منه لمصلحة ليفربول المجموعة برضو معقدة في وجود باريس ويوفينتوس وإن كان يوفينتوس هو الخصم اللي ممكن ينشن عليه بنفيكا السنة اللي فاتت زي ما نشن على برشلونة خصم غير مستقر يعني خصم غير مستقر نفس حالة عدم الاستقرار وإن كان برشلونة متخبط أكتر السنة اللي فاتت كان متخبط أكتر من يوفينتوس باريس ويوفينتوس زي ما قلت لحضرتكم الأبرهند في المجموعة دي ولكن بنفيكا تظل لي نسبة في إحداث المفاجأة طيب تعالى نروح لفاصل سريع يا أحمد وعشان نرجع نكمل لسه حدثنا عن قرع الدور الأبطال والبطولة الأكتر إصارة في العالم كله هنتكلم عليها بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد اتكلمنا على القرع اتكلمنا على الفرق وانت وجهة نظرك طبعا هي هتبقى بطولة قوية جدا جدا من خلال القرع كمان كان فيه اختيارات بالنسبة للتحاد الأوروبي باختيار أنشلوتي كمدير أفضل مدير فني في أوروبا وكذلك كريم بنزمة كأفضل لاعب في أوروبا للموسم المنقذية طبعا مستحقل ده ومستحقل ده أنشلوتي عارف يعني يعمل من الفيسيخ شرباط زي ما بيقولوا السنة اللي فاتت أهلا كان موفق في وقت كبير من الموسم ولكن يعني بغض النظر عن أي شيء وبغض النظر عن السيناريوهات التوفيق مفيش فرقة بتاخد شامبيونز ليج على وجه التحديد وهي في كل الأوقات محظوظة يعني في وقت من الماتشات آه ممكن تكون محظوظ ممكن تكرر في ماتش واثنين وثلاثة واربعة ولكن مش هتكسب منشستر سيتي وشيلسي وباريس سانجيرما وليفر بول في النهائي وانت بس محظوظ لأ كان عنده حاجة بيفكر فيها الاستقرار والحفاظ على غرفة الملابس وإخراج أفضل نسخة من كل هذه الأسرار اللي خلت أنشلوتي يعني يحقق اللي حققه السنة اللي فات لأنه لما تدخل مثلا بجناح زي فينيسيوس من أقصى اليسار لأقصى اليمين يعني بيتنقل من أقصى السخرية وأقصى التهكم وأقصى الناس بتقول يا ده كان هنا في رونالدو تخيل بقى في فينيسيوس لأفضل جناح يعتبر في مركزه على مستوى أوروبا إذا كنا بنكلم على صلاح أجناح يمين بدون ملازع فينيسيوس السنة اللي فات هو أفضل جناح أيسر وبيسجل هدف الختام في الشامبينز وبيسام في عشر أهداف كاملين في مشوار نامادي في الشامبينز استغلال اللعب زي بالفيردي توهج بنزيمة الاستثناء السنة اللي فاتت وحسمه لكل ماتشاط رائل مدريد تقريبا كل ماتشاط كان بيحسمها ستايل ميسي وكريستيان رونالدو صلاح عمل أبغريد لنفسه في الكرة الأوروبية السنة اللي فاتت فأعتقد أنشلوت بيستحقها رغم أنه ما غيرش خطط كتير ما عملش يعني تاكتك كتير طول الموسم ولكن عرف يعمل التاكتك اللي يخلي راما دريدة حتى الآن والرائل اللي قدامنا في الصورة دوت يعني عامل موسم يعني استثنائي بالنسبة له مش استثنائي على مستوى الأداء لكن على مستوى التواهج على مستوى التهديف على مستوى الأسست على كل المستويات شايف أن الخطوة دي بيحصوله على أفضل لعب في أوروبا هي الخطوة المهمة للحصول على البالندور السنادي كأفضل لعب في العالم يعني أي شيء أي حاجة غير أن بنزيمة أخذ البالندور السنادي واخذ كل الألقاب الفردية أي حاجة عندها أفضل يعني يبقى أهزار لأن كريم بنزيمة أفضل لعب في العالم بدون منازع وبدون حتى ما حد يقرب له ودي مرحلة حتى ما وصل يعني من بعد ميسي ورونالدو ما حدش وصل ونحن نتكلم عنه بالطريقة دي حتى بيغض النظر عن الألقاب لأنه كريم بنزيمة اللي عمله يا كابتن غير الغير بس لأنه أفضل لعب في العالم ففكرة أنه يرجع من بعيد قوي كده يعني فكرة أن أنا يعني طول الوقت لما مستويه إلي بيقل في ماتشين ثلاثة وبعدين أعمل ماتشين ثلاثة كويسين أعمل عشرة كويسين فيتقل أن أنا لعب أدائي مستمر ولكن أن أنا أنتقل برضو من حالة محبطة جدا على مدار سبع أو تمن مواسم لأن أنا أكون أفضل لعب في العالم دي محتاجة جهد شخص كبير خصوصا في ظل مشكلته مع منتخب فرنسا اللي طلعته منتخب فرنسا ست سنين خسر في أنه يكون بطل العالم في 2018 يعني ده أنا أضيف لما سيرته كل دي حاجات ومشكلات شخصية تعرض لها كريم بنزيمة مشكلته مع مورينيو أول لما جاي في ريال مدريد مشاكله الكتيرة مع رونالدو المشاكل الكتيرة المشاكل الكتيرة اللي كانت بتتقال عن كونه في ظل رونالدو عن الضغط رونالدو بعدين لما رونالدو نفسه يمشي والموضوع يلقى على عاطقك ويتقلّك أنت اللي هتقود ريال مدريد فتقوده أول سنة اللقب الشامبينز ثاني سنة توصل لحد ده آخر الأمطار مع عطلتكو مدريد وتخسر اللي جب فرق نقطتين فقط لغير وثالث سنة تكسب كل حاجة دوري أبطال أوروبا وسوبر أوروبي وسوبر أسباني كل أنواع البطولات بتكسبها كل البطولات اللي دخلها لمدريد السنة اللي فاتق سبها معادة كاس ملك أسبانيا دوقتي بحقق خمسة من ستة بقيله كاس العامل الأندية وبقى بحقق العلامة الكاملة للبطولات اللي دخلها بخلاف كاس ملك أسبانيا فكريم بن زيمة كورة وغير كورة يعني كورة وشخصية هم تكلم على موضوع الشخصية والتحديات الكبيرة اللي قدر يتخلص منها خلال ضغوط أنه انت دوقتي خلاص رونالدو مش يورينا نفسك بمعنى صحيح مش سهلة ميسي رونالدو نفسهم سقطوا في الفخ ده يعني ميسي رونالدو أول لما تعرضوا الإحباط في مسارتهم اللي اتنين نزلوا الدرجة سننا كريم بتزيمة عمل العكس كريم بتزيمة طالع من تحت وعلي على الاتنين فده شيء يعني عكس مثلا نجوم الصف الأول محمد صلاح كليان نمبابي نيمار لا أنا دلوقتي في زروة مسارتي جسمي معلش جسمي حاضر مش عند 34 ولا 35 سنة أنا 29 سنة 30 سنة 27 سنة 28 سنة 23 سنة أنا جسمي مساعدني فأنا عالي دايما مش دي المرحلة اللي تختبر في اللعيب يا كابتن المرحلة اللي تختبر في اللعيب لما يبتدي ينزل الكيرف كله نازل والانتقادات عليه وكله عايزه يمشي والناس بقيت تقول بقى مرونالدو يمشي وبنزيمة ده اللي يقعد على إنه عاها وعلى إنه عال على الفريق أنا أتكلم إزاي بنزيمة يلعب في نادي كبير زي ريا المدريد يعني الناس كانت بتتريع على بنزيمة لفترات طويلة جدا فأنت بتتكلم كل الضغوط داية وكل المشاكل دي قدر يطلع منها وكمان على الجانب الفني راجل أرقام غير طبعي لما أتكلم أنه خلاص على أواشك يكون تاني هدفين ريا المدريد على مدار التاريخ هو تاني الهدفين بالفعل على مستوى الليجة هو تاني الهدفين على مستوى الشامبيونز الليجة اللي لم تخن الزاكرة أرقام مرعبة وكل دا حققه يعني 90% منه في آخر 3 سنين بس فأنه يعمل دا وهو عنده 33 و35 سنة في ظل مشكلات كتيرة جدا في ظل مثلا فيروس كورونا وحالة اقتصادية متردية عن منها ريا المدريد ما عرفش يجب صفقات السنة اللي فاتت وحتى صفقاته السنة دي روديجر واتشواميني مش صفقات تدعمه هجوم فيلقى على عاتقه الحمل الهجومي كله الفريق بحجم ريا المدريد وينجح فيه وينجح فيه قدام كل كبار أوروبا دا شيء مش سهل على وجه الإطلاق أتذكر السنة اللي فاتت الشهر لبنزيما تصابه لما رجع نفقد الليجة لما رجع نفقد الليجة وتعصر في أكتر من ماتش أول ما رجع أول ما رجع يجب جون في أتليتك بالبيا وكسبه ملالشو دا بيعمله دايما يعني بيرجع على طول من الإصابة يكسب فدي حاجات ما شفناش غير مع ميسي ورونالدو وبنزيما في الوقت الحالي صراحة في ليفل كورا يعني عالي جدا 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 والاستمرارية والحفاظ على نفسه كل دي حاجات بتخليه فعلا أفضل لقى في العالم بدون منظم طيب لو بنتكلم على الرئيس المدريد تعالى نروح للبريميال ليج شوية وأول مبدأ من البريميال ليج عايز أخذ رأيك في ليفر بول يعني أنا شايف أن ليفر بول بداية ما كانتش متوقعة رغم المباراة الكبيرة اللي عملها أمام المان سيتي في كاس الدرع لكن بداية سيئة جدا جدا على مستوى النتائج على مستوى الأداء وظهر بشكل أو بآخر في المؤتمرات الصحفية لليورجن كلوب أنه هو كمان مفاجأ بهذه البداية وأنه فيه حاجات كتيرة جدا جدا كان هو عامل بلاننج أنها تطلع بشكل كويس وللأسف ظهرت بشكل بشكل مختلف تماما شفت زي ليفر بول أول ثلاث جوالات هقول لحارتك كابتل وهقولها باستدعاء المفارقة اللي حارتك قلتها أنه زي العمل الموتش ده في الدرع الخيارية في مسابقة الدرع الخيارية أو يعني ما يطلق عليه الصلاح نحن تدي الدرع الخيارية سوبر الإنجليزي يعني وما بين وما بين الأداءات اللي مقدمها في أول ثلاث جوالات من البريمير ليج بداية لما خد قرار ساديو مانيه هو ما خدش القرار يعني ساديو مانيه أكبر يعني أكبر إدارة ليفر بول على رحيله لبيرن ميونيخ في لعيبة لما بتغادر مش بس مكانه اللي بيتأثر ده مهم جدا ساديو مانيه من نمط اللعيبة اللي مغادرته أثر على كل الأماكن ليه؟ لأنه لو كان بلعب جناح بس وعلى الخط اللي هو ساديو مانيه اللي عملية أكبر من كده شوية لأنه مثلا الماتش اللي حارتك بتكلم عنه ماتش الدرع الخارية محمد صلاح عمل كل شيء في كورة القدم صحيح ليه؟ لأنه كان فيه عنصر تاني مخفف الضغط من على محمد صلاح كان دروي النونيس بالذات ووضحت لما دروي النونيس نزل في الشوت التاني الماتش كله اختلف الماتش كله اتقلب من أول وجديد فدروي النونيس مثلا لما اضطرد في ماتش كريستل بلس ولعب ليفر بول من غيره ماتش مانشستل يونيتد بقت سهل جدا ترقب صلاح أو يعني مش سهل ترقب صلاح سهل جدا تحجمه لأنه ما فيش عنصر تاني ما فيش عنصر تاني يخلق الضغط ده فالويس دياز اللي هو فعلا لعيب طرف كويس جدا ومروغ جدا ما يقدرش يعني ساديواني لما كانت تتقفل منه في الجناح ممكن يدخل ساكند سرايكر ممكن يدخل راس حربة ممكن يخبط لوحده ممكن يعمل سويتش مع صلاح دياز جناح هايل جناح ممتاز جدا ولكن خطورته بتقف عنده كونه جناح كويس لما يبقى في موقف واحد لواحد ومساحة كبيرة وكرة أقرب ليه مش أقرب للخصب دي وضعية بتدي مسؤولية كبيرة جدا على صلاح الناحة التانية فصلاح لو كده بعد الناس ربطت يعني كلامك قريب جدا من الناس كتير قالت هو رحيل ساديواني حطت ضغوط أكتر على محمد صلاح وصعبت أمور محمد صلاح بشكل أكبر وده ظهر زي متبطول خلال الثلاث جولات اللي فاتوا ان ساديواني كان عنده المقدرة انه يروح مكان صلاح يلعب رأس حربة وبالتالي ساديواني لعيب تقيل وبالتالي كان كمان شايل شوية من على محمد صلاح عملية المرابقة وعملية المساحات انت شايف التشكيلة المناسبة للسلاسة الهجوم شايفها ازاي فيرمينيو هل هو الرص الحرب اللي ممكن يعتمد عليه بشكل كبير جوتا بنتكلم عليه انت شايف ازاي هل محتاج ليبر بول لرص حربة صريح مع نونيز ولا نونيز هيرجع بقوة لانه كمان في بعض الانتقادات على السلوك وعلى البيهيفيور بتاعه وانه بيلعب في دوري مختلف عن الدوري البرتغالي وبيلعب في البرمياليج شايف ازاي الخط هجوم ليبر بول يعني العنصرين الفقدان واحد منهم هيسبب مشاكل ليبر بول وما صلاحه ونونيز انا متخيل ان صلاحه ونونيز يعني ده ده القوة الضربة ابني بقى بعدين العنصر التالت ده ممكن في ماتشاط يكون لويس دياز لو الماتش مفتوح ومحتاج فعلا واحد يجرى الديفنس او يحط الكرة في رجل ويروح واحد لواحد ولكن في ماتش مقفل انت هتدخل من العمق هيكون مثلا سلاح زي ديوجو جوتا سلاح اكثر فعالية لانه بيروح برجلل اتنين وبيعرف ياخد في العمق وبيعرف يستلم من تحت فيه احيانا متشاط بتبقى محتاجة لعيبة كرة في نص الملعب يعني المحتاج رأس الحربة بتاعك ينزل لحد دارة السنتر هنا في رمينيو افضل لها في العالم يعني افضل لها في العالم يعني يعرف يعمل لك ده ينزلك لحد دارة السنتر ويجرد جناحين كل جناح منه يتحول للرأس حربة او يبقى عنده اكسس اكتر لمنطقة الجزاء فالماتشاط المعقدة تحتاج شوية تفكير مختلف ولكن صلاح ونونيز دول العنصرين اللي يخلوا ليفربول دايما شارس حتى الماتشاط الماتش فولهم وماتش الكريستال فلس ليفربول كان بصلاح ونونيز بيشكل خطورة وكان اه ما كانش على المستوى المأمول او الضغط ما كانش لان بس ازاي ما تقول يا كابتن العناصر بتركب على بعضها دي بقى هرجع لان برضو هم رابطين الجزائية دي بشوية العدم عدم التواجد لعيبة مميزة في خط النص مع طبعا مشاكل في خط وسط ملعب ليفربول الناس بتقول لا الامور مش هتمش بشكل كويس لازم على ليفربول خلال يمكن الايام الالويال اللي جاية انه يدعم بشكل كبير خط الوسط انت شايف ايه يعني هو السعي طبعا كان سعي بياس والكالفين فيليبس وديكات صفقة تبقى قوية جدا خطفها منهم منشستر سيتي دلوقتي ليفربول رايح لديك للرئيس بشكل كبير ولكن انا مش مع متفق بصراحة كابتن مع ان ليفربول عايز لعيبة خط نص او ان خط نص ليفربول مشوة انا مش شايف ده انا شايف انه فابينيو مثلا عنصر ما ينفعش يطلع عمل ملعب ده لعب يحتفظ لك بالكورة بيبقى اول واحد بيعمل التاكل اول واحد موجود في منطقتين الجزاء ودي مهمة جدا اللعاب خط النص انه عندك لعب انتضامن انه عند منطقة الجزاء دي ومنطقة الجزاء دي فده بيكون يعني لما الكورة بتكون معاك بيكون دايما قريب لمنطقة الجزاء بيدي تمريرات طويلة في العمق بتكسر بتكسر الخطوط كلها وبيكون قريب لقلب الدفاع لما فان دايك مثلا اتعرم عليه في ماتش منشستر يونايتن اه هو احسن مدافع في العالم بفرق كبير وبالنسبة لعن المنافسين ولكن احيانا طريقة اللعب طريقة اللعب بتخلي المدافع وحرارتك سيدا العارفين يعني بدا احيانا طريقة اللعب ما بتاخدش افضل ما عندك كمدافع وطلعه فيه مدافع بيحب يجري لا حط له دايما اللعب السريع وجهه للعب السريع هيعمل لك افضل اداء ولكن ما تجبروش على جيم مش جيم وده اللي حصل في ماتش شبانشستر لونايتن لما بيكون عنصر زي فابينيو موجود بيحمي دايما فان دايك عكس ميلنر ميلنر هايل وكل حاجة بس ميلنر زي ملخص الجن اللي حصل بتعجده نسانشو انه اول لما ميلنر اتحط في منطقة الجزاء رمى نفسه ولما رمى نفسه اترقص فان دايك اختار الاختيار الغلط اي مدافع تاني كان ممكن يروح ويقفل زواية التزديد لا فان دايك بيختار الاختيار الاصعب في الوقت ده انه يقف يقف ويبتدي يبص ما كانش افضل اختيار ولكن فابينيو كان بيحمي كتير من المواقف دي هي دي النقطة ان العيب خط نص يحمي من المواقف دي فانا ما كنتش فاهم لي فابينيو على الدكة من البداية في المتشد ولكن عندك عناصر زي هندرسون زي تيجو ألكنتار زي جيمس ميلنر زي نبي كايتا وان كان فيه تردد في حالته البدنية وان كان فيه بعض الكلام عن انه ممكن يغادر في المركات ولكن لا خط نص ليفربول محتاج التوليفة الافضل ولكن لسه فريق مرعب لسه ليفربول من بين الاقوى في اوروبا لسه خطوط ليفربول التلاتة خطوط قوية جدا فماعتقدش ان الليفربول محتاج تدعيم بشكل عاجل ولكن ليفربول محتاج ان هو بسرعة يورجين كلوب يحط ايده على افضل العناصر فخطنه النص والهجوم لانه اكتر من كده في وقدان نقط منشستر سيتي مش هيسامح وارسنل دلوقتي يبقى منافس قوي جدا على الدور من اول تلات جولات بيقدم كرة ممتعة جدا 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 فماعتقدش ان فقدان اربع او خمس نوات تانين في اول خمس ست جولات هيكون مسألة كويسة لليفربول على مستوى الادارة الفنية يورجين كلوب المدير الفني لليفربول قال ايه بعد الهزيمة من المان يونايتد نشوف ما حضراتكم انها مباراة كان كل شيء فيه واضح وكل شيء على الطاولة كان واضحا ما سيفعله مانشستر يونايتد كانت هذه الطريقة التي بدأ بها المباراة هل كان اكثر عنفوانا منا في البداية نعم على الارجح كانت مباراة مختلفة ليست مختلفة لكنها المباراة التي اراد يونايتد ان يلعبها ولذلك يمكنك بالطبع ان تقول انه خطأنا كانت المباراة جامحة في البداية صعودا وهبوطا ومثل ذلك وسنحت لهم بعد ذلك فرصة عندما ارتطمت الكرة بالقائم بعد تزديدة الانغا ثم سجلوا بعد ذلك هدفهم احرزه سانشو سيطرنا بعد ذلك على الوضع واخر قرار ولعبنا بالشكل الذي كان علينا اللعب فيه سجلنا هدفنا الذي احرزه محمد صلاح وهو هدف اعتقد اننا نستحقه لكنه جاء متأخرا تهيئت لنا قبله عدة فرص لكن ذي خيا حارس مرمى مانشستر صدها بمهارة كما تم اعتراض تزديدات اخرى ومثل ذلك هذه حقيقة ما حدث خسرنا بهدفين مقابل هدف لان الوقت نفذ ولم تسنح لنا فرصة واضحة في اخر دقيقتين او ثلاثة دقائق وقت المباراة نفذ دون ان تحدث كرة قدم حقيقية بسبب اوضاع مختلفة لاحظت الان انني لم ارى ما حدث لكنني اعتقد ان ذلك متعلق بالجدال على ارض الملعب او ما شابه ذلك لكننا نصيح لبعضنا البعض ومثل هذه الاشياء تحدث ضللت لاعبا لكرة القدم طيلة حياتي ولم تكن لدينا اي مشكلة اعلم ذلك لا توجد اي مشكلة مثل ذلك في الفريق لكن الهزيمة لا تسر لكن الهزيمة لا تسر اي شخص وهذا طبيعي جدا الا ان هذا ليس بتوضيح او عذر لا توجد مشكلة في هذه الناحية يورجون كلوب احمد اتكلم على نقطة مهمة جدا قال لك من بداية المباراة الماني يونايتد ماشى المباراة زي ما هو عايز ودي النقطة اللي انت تكلمت فيها ان على المستوى الفني اكيد ليبر بول اعلى ولكن ان ازاي اليونيتد هو اللي حط سيطرته على شكل المباراة تمشي ازاي يعني انا تنهج فجئني في المواتش ده بصراحة غير خطوة انه قاعد رونالدو وديكا خطوة ايلانجة من البداية ايلانجة من البداية ومجوير كمان ومجوير دكا بس يعني بقالها سنتين مفصد حصل بس ايلانجة ايلانجة بالذات من البداية ايلانجة بالصلاحيات الرهيبة دي في الجناح يعني انت لما عندك لعيب صغير وبتلعب وماتش بدا ما بتدلوش كل الصلاحات دين وحط الكرة في رجله على القل على القل كمدرب بتقعد تقول له لمسة ولعبة لا ولكن ايلانجة كان رحته بيعمل كل اللي هو عايزه تدينه مساحة خلاص كأنه كانه لعيب بقاله في البريمير ليج اربع او خمس سنين سنشوف الرهان عليه في الوقت ده كان ناجح ولما بتاخد كل الخطوات دي ممكن التوفيق يكون حليفك في الوقت ده الماتش البدني الصرف اللي لعبه منشستر رونايتد في البداية انعكس على تصريحات كلوب اللي ما كانتش موفقة وصارت لغت كتير في الصحافة الإنجليزية لما قالوا الجملة بتاعت احنا ما لعبناش كرة قدم مش بسبب منشستر رونايتد خالص يعني مش بسبب منشستر رونايتد انت ملعبتش كرة منشستر رونايتد لو لقى 60 مترين في عيجري في يوم هيجري ويجيب جون ده اللي حصل انت سيبت له 60 متر في كل دقيقة كان منشستر رونايتد يعني لو كان بس عنده ممرر كرة تاني جنب برناردو اللي ما كانش مشغول بالكرة اكد ما كان مشغول بالعنف في الماتش ده كان راح اكتر من كده بكتير غير ان الكوار اللي راح بها منشستر رونايتد العشرين ديئة الخمسة عشرين ديئة الاولى كان ممكن السيناريو اللي حصل للمان يونايتد السنة اللي فاتت يتقرر بالزبط يا كابتن كرة الانجا بالذات كانت محورية انا كنت متخلل انه احباط كبير ان الكرة تقف العرضة وده هيأثر على لعبة يونايتد لا مفيش ديئتين كمان كان سانشو جايب الجون الاول لمنشستر يونايتد وبالطريقة المهينة دي بينقصين لاليسون والميلنر والفندايك دخلت منشستر يونايتد في الجيم احيان حتى فيه تفاصيل زي شكل الهدف اللي بتسجله ممكن تدخلك في الجيم لو جون شكله مهين شوية اللعبة تحبط اللعبة التانية بتاخد المعنويات العالية فاعتقد تنهاج لعب الجيم بشكل لا يولام عليه اي حاجة غير كلوب يعني كلوب هو اللي يولام لبعض الاختيارات وبرضه غياب دارو النونز طبعا يعني أصر بشكل كبير وبرضه مسئولية كبيرة لكلوب على السلوك اللي عمل للنونز لعيب صغير 22-23 سنة جاي من دوري مختلف تماما لفل الكورة مختلف لفل المضايقات بتاع المدافعين مختلف كان محتاج ان هو يتوجه أكتر من كده بنشوف ده كان بيحصل مع ساد يومانيو مع صلاح في بدايتهم فكلوب وده بيحصل احنا مع المدربين لما بياخد وهو دلوقتي مع عقد الحد 2026 لسه موقعه السنة دي لما بادئ من 2015 وهيكمل اهو لحد 2026 هيكمل 11 سنة مع النادي احنا بيصيبوا بعض الخمول ولكن مدرب كبير زي كلوب يقدر يقوم بسرعة من الكبابات دي طيب هنسمع تنهاج المدير الفني للمن يونيتد وبعد ما نسمعه عايز تجاوبني على سؤال هل نزول رونالدو في الدقاءة الأخيرة أرصد ودن لرونالدو هل تنهاج خلاص سيطر بشكل كامل على الدريسنج روم نعرف الإجابة من أحمد بعد ما نشوف تنهاج بعد الفوز على ليفر بول 2-1 أنا بوضوح راض وسعيد أردنا تعامل المختلفة وحصلنا عليه أمامنا طريق طويل وتحتاج عندما تكون في هذه الرحلة أن تتعامل في بعض الأحيان مع النكسات وأيضا مع اللحظات المتميزة لكنني بدأت لتوي العمل وما نحتاج لعمله هو أن نسير في طريق النمو والتطور لا تزال لدينا مساحة كبيرة للتحسن هذا ما سنعمل عليه لكنني آمل أن يتفهم اللاعبون أن من أساسيات الفريق هي اللعب بروح قتالية جماعية بالنسبة لكريستيانو رونالدو أعتقد أنه قادر على ذلك فقد لعب تحت نظم مختلفة في مشواره مع العديد من المدربين قدم دائما أداء جيدا ولذلك لا يفعل ذلك الآن تقدم عمره ليس مشكلة بالنسبة لي فإذا كنت صغيرا في السن فأنت جيد بما فيه الكفاية أو كنت كبيرا في السن ولا تزال قادرا على تقديم أداء جيد فأنت أيضا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لكاساميرو كسب عددا كبيرا من الكؤوس في مشواره يعرف طريقة وكيفية الفوز بالمباريات والفوز في نهاية المطاف بالكؤوس أريد المزيد من اللاعبين الذين فازوا بالفعل في مشوارهم بالألقاب حتى يمد بقية لاعب الفريق بخبرتهم في كيفية تفهم المباريات والفوز فيها قدمنا أداء جيدا قدمنا أداء جيدا إذا ما قاررناه بأدائنا في الأسبوع الماضي ولذلك فإننا نخطو خطوات وهذا ما نحتاجه لتقديمه في كل يوم وكل مباراة تنهاج المدير الفني للماني يونايتد وساعدته كبيرة جدا بطبعا الفوز على ليفر بول 2 واحد وكمان يحمد تتكلم على رونالدو وتتكلم كمان على كاساميرو ووجوده كواحد عنده شخصية البطل وشخصية حاصد البطولات بشكل كبير تعليق على اللي قاله يعني تنهاج دخل المباراة دي يا كابتن وبدأ شبح الإقالة يتردد اللي هو الناس بتتكلم إن لو المانشستر يونايتد تخسر بقى كمان تالتة دي قدام ليفر بول في الأولد ترافورد مع 4-0 و2-0 في أول جولتين كانت تبقى كارثة كانت تبقى كارثة كبيرة مع توطر وضع رونالدو بالذات إنه الناس بدأت تقول طب انت اللي بتلعبه صح انت عندك نجم زي رونالدو طب انت جيته طب انت أكتر فريق في أوروبا ومتوفر له لبن العصفور دلوقتي هو منشستر يونايتد طيب بعد ذا كله بنتغلب وانه نهبط يعني فده دي الحالة لو دخل بالماتش فكان الماتش ده لو كان اتعرض لأي إخفاق سيبقى مؤتمر صحفي مختلف تماما مش هتكلم فيه بالثقة دي أبدا الجيم كونه ماشي وترتب زي ما هو كان في دماغه ووفق فيه في أوقات كتيرة خليه يتكلم بالثقة دي وده طبيعي وده اللحظات الفريقة في مسيرة أي مدرب صحيح بالنسبة لحالة رونالدو آه السؤال اللحظاتك سألته قبل المؤتمر 100% صح دي أية 86 كريستان رونالدو ينزل دي معناه أن أنا فرضت سيطرت عليك تماما حضرتك اعمل لأنت عايزه في المركاتو تفضل عايز تمشي تفضل ولكن أنت هنا في منشستر رونايتد ملتصق بتقالي دي وبالحاجة اللي أنا بقدمها دي الرسالة دي لو ما كانش نزله خالص ما كانش حصل حاجة ما كانش الرسالة دي وصلت ولكن الرسالة وصلت ان تفضل حارتك هتطلع فلان الفلاني وهنزلك أنت زيك زيه أي لعيب في المنشستر رونايتد ينفع يكون فلان الفلاني وانت تنزل مكانه فدي الرسالة اللي عمرها ما توجهت لرونالدو أبدا وعمره مقبلها ولما بدأ دقائق مشاركته تقل شوية عشان يرتاح مع أليجري مشي من يوفينتوس فدي أول مرة رونالدو يتعالد للضغط ده في مسيرته هيستحمل ده ولا مش يستحمل ده ما أعتقدش أنها بقت بقردته يعني ما أعتقدش أن الوضع بقردته هو اللي فرض أولا الاتتيود الغلط في فترة الإعداد يعني وده ما حدش يلان فيه غير رونالدو يعني قصة أنك ما تحضرش الـ انت نفسك مش معاود الناس على كده يعني رونالدو نفسه رسمه له في كل مسيرته أنه بيحضر أنه مهما حصلت مشاكل التدريب يعني التدريب وقت الجد وقت جد ده اللي أنت عاربت توصل به للهدف التاريخ لكرة القدم ما هو ده اللي عملك اللي عمل كريستان رونالدو بدأت تفقد ده انت بدأت تفقد كتير فلما ما تحضرش الـ وتقول أسباب عائلية أسباب عائلية ما تخلصش بقى لحد آخر ماتش تحضيري عشان يبقى سمك حضرت فتحضر الماتش يطلعك بنشوطين تقوم ماشي ماشي من الملعب كل الاتتيتود ده مش التنهاج اللي فرضه التنهاج أنا مش بدافع عنه بس هو أحب ما عليه أنه يلقى مهاجم سترايكر زي كريستان رونالدو يجيب له 30-40 جون في السنة أول ما جاء كمان كان حتى قال أن رونالدو من دمن مشروع في المان يونايتد ويعني لازم يكون موجود معايا ولكن زي ما انت قلت يمكن البيهيفيور وتعامل رونالدو مع الموقف كان غير موفق تماما هنطلع لفاصل يا أحمد سأسيب حضراتكم مع الجولة القادمة من البريميال ليج نشوفها ونطلع فاصل ونرجع بقى مع الدوري الأسباني ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد يلا نروح على الليجة الأسبانية وعايزة عرب وجهة نظر بعد يمكن الجولة التانية جولة الأولى تعصر برشلونة ولكن ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التانية ها هو نتائج كبيرة جدا فوز أربعة واحد على سلتا فيجو وطبعا برشلونة بنفس النتيجة شايف المشروع المشاكل المالية اللي مازالت مستمرة هتعوق برشلونة في الفترة اللي جاية للصراع على القمة مع ريال مدريد ده سؤال السؤال التاني هل من منافس لريال مدريد وبرشلونة في الليجة السنة دي بعد اتعاد شوية أتليفكو مدريد الموسم الماضي يعني أنا شايف أنه السؤال الأولاني بتاع حضرتك هل المشاكل الاقتصادية ممكن تعوق برشلونة منافس لريال مدريد أعتقد أنه برشلونة دوقتي في أفضل وضع من ساعة لما أزمتوا المادية بدأت أفضل وضع أنه خلاص على الأقل يعني كل اللعايبة تسجلت ما فيش غير كوندي وكوندي يعني إيه زي ما بنقول فلوسه متضبارة يعني بيع أوباميانج هيتباع هعرف هسجل دلوقتي كوندي وفيه لعيبة لسه هتباع في التمن تيام الفضلين بنتكلم على دي باي بنتكلم على ديست بنتكلم خلاص أمتيتي ميشي أعير بنتكلم على أكتر من نمو يعني أكتر من اسم كوندي يعني هتوصل للتوليفة اللي تشافي عايزها مش الأزمة الاقتصادية هي اللي ممكن تعيق برشلونة ولكن الأداء الدفاعي المهترق هو اللي يعيق برشلونة يعني برشلونة حتى الآن أداء الدفاعي غير مطمئن على وجه الإطلاق لأنه خلاص يعني الاسم اللي ممكن يوصل دلوقتي لبرشلونة هو أخوان فويس مثلا من فيا ريال تدعيم قوي على المستوى الدفاعي ولكن تبقى أزمة سناء قلب الدفاع والمساحات الكبيرة جدا ما بين سناء قلب الدفاع والأظهرة من ناحية والإفراط أحيانا في الخروج بالكرة على الأرض يعني بشكل أحيانا مسير للاستغراب من الريسك من كتر المغامرة دي مدرسة برشلونة القديمة في الكرة إن كل حاجة على الأرض في موقف تبقى فيها ريسك كبير جدا والعامل المهمة كابتن الكواليتز اختلفت ما فيش عندك داني قلبش خلاص متاع زمان مش هتلعلك كل كرة تحت الأرض ولو ما تلعش الأرض بقى آخر لعيب ويرقص عادي وما فيش مشاكل ما عندكش أبي داليا حط الكرة تحت رجل ويروح ما عندكش جيوفاني فان برونك هورست مثلا اللعبة القديمة اللي عمل الجيل برشلونة التاريخي ما الكواليتز كلها مش زي دلوقتي آه فيه سيستم لعب واضح ببدأ من شايف السنة اللي فاتت من عيوبه كل سيستم ليه مزايا وكل سيستم ليه عيوب من عيوبه إن مساحات الملعب واسعة جدا بين البن الدفاع البن الدفاع برشلونة فيه مشكلة إن المساحات بينهم واسعة لما تحط البن دفاع المساحات بينهم واسعة ممكن تلجأ للطرادي لو هم شباب مثلا شباب فيبقى معدلة تجاري عالية أو إن الأظهرة بتدفع كويس ما عندك شوالة الظاهرة بيدفع كويس برشلونة بطير الأظهرة وكمان عندك على مستوى على مستوى يعني الأعمار السنية برضو سردي باكين مش سويرين سردي روبرتو 30 سنة وجوردي ألبر 34 أو 33 سنة وهم أساسا كلعيبة ضعاف دفاعيا اللي بني ضعافين دفاعيا فالبديل إن أنا حط قال بين دفاع شباب سراع فأروخوا اللي كان مثلا قال بدفاع قوي جدا السنة اللي فاتت بالنسبة لي من أفضل قلوب الدفاع في العالم شافي بننزله باك رايت على سبيل المثال فالاختراض كلها التخبط ده مش هيسعفك لو مثلا أول عشر جولات رايل مادريد لدفاع عنك خمس ستة نقط لأن رايل مادريد على الوجه الثاني لا مستقر جدا في كل مراكز الملعب أي نعم لما بيجي لعب برشلونة بيواجه مشاكل كتير أن برشلونة بيدخلوا ماتش ده بحافز مختلف ولكن في ماتشات الليجة العادية دينا بنشوف زيارة زي ملعب البلايدوس الصعب رايل مادريد بيكسب أربعة واحد بيستحققه بيروح أكتر من مرة ويعني بيكون أفضل بكتير من خصمه بدأ الليجة بماتش معقد شواء قدام الماريا خصم جديد كسب في الآخر برضه فريال مادريد من نوعية الخصوم هيكسب واحدة واحدة طبقات النص يا أحمد نحن بنتكلم كان طبعا أنشلوتي بيقولك أنا عندي مسلس برمودا في وسط الملعب كان عمانتوني كروز وتكلم على كازيميرو مودريد خروج دلع من دلع مسلس برمودا زي على يعني مقولة أنشلوتي هيأثر عليه ولا في بداية الواضحة لكازيميرو في الريال طيب طبعا أنا يعني نوعية أنا بحب أتفرج على إيه في الكرة ما بحبش تتفرج على العيب زي كازيميرو أبدا داعيب ده ما بحبوش ما بحبش تتفرج عليه ولكن ما أقدرش أبدا أنفي أهميته فرقة الكرة يعني فرقة العيب زي كازيميرو ده بيكسر رتم موجود دايما معدلة الجاري عالية بيحمي العيب زي مودريدش مودريدش مش هيبقى مودريدش بتاع السنة اللي فاتت لو في ظهره ما فيش كازيميرو اللي هو أنا عندي 34 35 سنة 36 سنة لا بروح عادي وضيع واحدة واثنين التالتة هيبقى أحسن جون في العالم الرفاهية دي بيدي لك لعيب زي ده بيدي لك لعيب زي كازيميرو ورق على طول حميك على طول فكازيميرو لعيب مهم في فرق كرة القدم وإن كان مش كتير من المشجعين بيحب تفرج عليه كازيميرو تستبدل بأهم بأفضل لعيب ممكن يكون كازيميرو في العالم اللي هو تشواميني تشواميني لعيب عنده يعني فتنس عالي جدا عنده أجريسي فيدي عالي جدا لعيب كرة أفضل من كازيميرو بكتير 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 يعني لعيب كرة أفضل من كازيميرو بمراحل ولكنه لسه صغير فيه مساحات شاسعة في الملعب لسه ما عرفش عنها حاجة ناضج بشكل كبير أنشلوتي أفضل مدرب يتعامل مع اللعيب اللي زي ده ولكن التوليفة بتاع التلاتة يلعبوا مع بعض بقلهم عشر سنين دي صعب جدا أنت تخرقها أنك تدخل فيها كده زي ما كان مثلا تشافيو إنيستا وبوسكتز صحيح جي لعب زي راكيتيتش مثلا في عزو وكان شباب لا واجه مشاكل واجه مشاكل لأنه مش عشان هو أقل منهم دلوقتي لا علشان التلاتة دول بلعبوا مع بعض بقلهم عشر سنين هي دي النقطة التحدي الأكبر عند أنشلوتي يعني لو بنتكلم على خروج كازيميرو وخروج كازيميرو مؤثر ولكن رأي مدريد فأفضل وضع لاستبدال كازيميرو أنه عنده بداله ثلاثة عنده فالفيردي وعنده كامافينجا وعنده الشواميني فالفيردي يفضل أن يكون جناح أيما لأنه عمل شغل كويس قوي وجوده في نص الملعب كثالث ممكن يأثر عن نواحي الهجومية بالنسبة ولا أنت شايف كامافينجا الأفضل الشواميني هو الأفضل في المركز ده أنا بالنسبة لي فالفيردي ده لعيب متكامل منه أخ في العالم لا مهي أخ مفيش لعيب زي هو في العالم هو ده لعيب الوحيد يعني العيب الوحيد الشاب هو فالفيردي ومشوفتش لعيب من أيام يعني من أيام ديفيد بيكهم بتاع مانشستر يونيتد اللو عنده كل الجاري ده كل معدلات الجاري ده يقدر يلعب جناح كلاسيكي فاربعة اربعة اثنين وقدر يلعب خط نص دائرة وقدر يلعب تمانية ويقدر يجري كتير وشويت ولعيب كورة وبيدافع وممكن تلعبه قلبة فيها ممكن تلعبه ستة اللعب ده مش موجود في العالم منه دلوقتي فعلا كتير فالفيردي يقدر يلعب ستة دي لعبها كتير كسب ريال مادرين بها كتير حمى مودريتش وكروس بنفس الطريقة اللي كازيميرو بيحميهم بها ولكن مفيش زي كازيميرو في الحتة دي حتة تكسر الرتم تقفيل اللعب حماية اللعب اللي قدامي اللي موجود دايما زي مولتو حارتك فابينيو قريب لمنطقتين الجزاء دايما اللعيب اللي ده مهم جدا يمكن نجولو كانتي مثلا اللي كان بيقدم الدور ده بشكل كبير بالذات في فترته مع الستر سيتي وأول فترته مع تشيلسي ولكن كازيميرو زي مولتو حارتك غابه مهم فالفيردي بديل هايل بس هو أنشلوت مقتنع بي جدا كجناح كلاسيكي في 4-4-2 أو لو لعب 4-3-3 بيحب يلعبه 8 واحد من ثمانيتين زي ما بيقوله و86 بيلعب في ثمانية أكتر ولكن انشواميني هو العنصر اللي أعتقد خلاص هو اللي بدأ عرز هدف وعمل هدفين في المباراة أمام سلتا فيجو بالفيردي اه اه يعني عمل شغل كويس السؤال اللي جاي عشان نتكلم كمان عن المان سيتي بس هقولك وجود كازيميرو في خط وسط المان يونايتد بيدعم بشكل كبير بيفرق جدا مع المان يونايتد الفترة اللي جاي على المستوى الفني على مستوى زي ما بتتكلمي الدفاع بشكل كبير والله أنا شايف كازيميرو عنصر هيضيف صلابة يعني أنا مقتنع جدا بكلام بكلام جراهيم سونس أسطورة ليفر بول لما قال أنا برضو نقطة انه مش ده أفضل لعيب تحبه مش أفضل لعيب تتمتع بي ولكن أنا مقدر شامفي انه لعيب صلب جدا وهيزيد صلابة خط نص منشستر رونايتد ولكن أنا عندي شكوك على قيادة كازيميرو لخط نص منشستر رونايتد أنا مش متخالي أنه ده اللي هيقود خط نص منشستر رونايتد بسن 30 سنة معلش بمحترام بإمكانيات فقيرة كرويا بمساحات جاري واسعة في الدور الإنجليزي بمعدلات بدنية أعلى في الدور الإنجليزي بفريق مختلف ممعوش مهما انجبت اتنين لعيبة مش هتلاقي أبدا زي لوكا مودرش و توني كروس مفيش لعيبة بغض النظر هيحموه ولكن هيحتفظوا بالكرة في رجلهم كتير أنا لما بقى لعيب ديفندر هيبقى جامبو إريكسن و كمان على الجانب الآخر برون وفرنانديش على سبيل المثال العيبة معلش يعني الاتنين كويسين وكل حاجة بس مش هتفظوا بالكرة أبدا عدد دقايق أكثر من مودرش و كروس مش هيتخلصوا من الافتكاء يعني أنا لو لعب ديفندر وقدامي لعيب بيفقد الكرة خمس مرات في المتش غير لما يبقى لعيب تاني بيفقدها مرة واحدة في المتش مزبوط اللي قدامي خمسة هيحطيني قدام خمس اختبارات بسرعة الرتم تفرق يعني الرتم العالي دايما وبعدين الرتم عالي التسعين دقيقة في البريميا الليج هل اختلاف الرتم هيفرق معاه طبعا الدوري الأسباني دوري ممتع ولكن الرتم مش طول المبرأة بنفس الرتم البريميا الليج بالزبط والعنصرين اللي قدام وبرون وفرنانديش مش مميز على سبيل مميز أنه يلعب موسم كامل من غير ما يتصاب ولكن في التسعين دقيقة مش أفضل عنصر بدني هو ممكن عنده مكانات فنية كتير وممكن ما بيقعش بدنيا بس مش أفضل عنصر يعني مش الأفضل وقدامه إريكسن لسه أيا كان مختبر طبعا هو اللي بيعمله ده معجزة اللي يرجع من الإصابة دي ولقى مع برينتفورد ستو شهور وراح مانشستر رونايتد وبيقدم مستوى كويس جدا وكان يسجل جون عالمي في ليفر بول من فاول ولكن برضو مش هيحمي كازميره بنفس الطريقة أتخيل بقى لو ديونج وصل لو ديونج وصل للمانشستر رونايتد دي هتبقى نسخة خطة نص قوية جدا مش عشان ديونج بس ولكن عشان التوليفة دي تعمل خط نص كبير لو كازميرو قدامه ديونج ومعه بقى فريد كاستبني ليهم بديل وقدامهم بقى لعيبة كورة زي إريكسن وزي برونو فرنانديش هنا أنت بتتكلم على خط نص قوي جدا ولكن قيادة كازميرو الخط نص منشستر رونايتد بالنسبة لي محل شكوك تنهاج مدرب كبير يعرف في داية المساحات على كازميرو ما يدخلوش في مواقف كتيرة مع لعيبة سرعات كتيرة مثلا على سبيل المثال الماتش بتاع 3-2 كان في عهد التدريب أعتقد زيدان كان في زيدان 3-2 برشونة وريال مدريد اللي ميسي خلاصه بآخر ثانية اللي عملوا كله أمريكي في الماتش أنه ساب ميسي على كازميرو في مساحة ملعب واسعة ضمن أنه خلاص طلع بالضغط على مدرش يفتك الكرة من قدام مع راكتيتش وبوسكتس يرائب كروس بشكل واضح وميسي ينزل خط النص ما يلعبش مهاجم وما يلعبش على الوينج ولعب على كازميرو في عشرة متر قدام وعشرة متر وراء خلاص لعب زي كازميرو في الوقت ده بيفقد كتير جدا من قوته طيب يبقى أنت كده بتتكلم أن صفقة لا بديل عنها ديونج من برشلونة للمان يونايتد هي دي اللي أنت شايف المعادلة المهمة جدا في خط وسط المان يونايتد عشان يكون قادر على الحالة الهجومية والحالة الدفاعية إنه يكون موجود ديونج أو ميلينكوفيتش سافيتش بتاع لاتسيو لعب هايل واستهدفه في وقت ما مانشستر رونايتد بس يعني هو ده اللعاب اللي يقدر مش يحمي كازميرو كازميرو في الآخر أقوى من كل العناصر ده من ناحية دفاعية ولكن انت زي ما قلت رحارة الكابتن هتحطه بدل ما بتحطه في اختبارين ثلاثة في الماتش هتحطه في عشرة احداشر لو اللعبة دي مش موجودة فلو نجح في واحد واثنين وثلاثة واربعة هيخصر لك خمسة أو ستة بقوا ثلاثة جوان لأن اللعب ستة ده الغلطة منه على قلب الدفاع على طول فدي المشكلة كازميرو طبعا مستحيل ترفض عرض زي ده هيخليك واحد من أكثر من أكثر اللعبين تقادل الرواتب كما كنت أسألك الاستقرار مع الريال بطولات كبيرة جدا بقاله أكثر من كم سنة عشر سنين 2015 2015 تكلم على سبع سنين ما يقلقش اللعب شوية في دور جديد في ضغط جديد المان يونايتل مش أحسن حالاته فيها رسك شوية بالنسبة لكازميرو لأنه ياخد هذه الخطوة ولا أنت شايف أن العقد في الوقت ده عندي 30 سنة مش هيجي عقد بهذه القيمة في البريمير لي طبعا متفق مع حضرتك في آخر طرح ده كابتن ولكن واحد زي كازميرو لو سأل نفسه سؤال ماذا بعد في كرة القادمة إيه اللي فاضل ما تعملش وانا عندي 30 سنة هيلقي الإجابة لا شيء عمل كل حاجة ممكنة حتى كازميرو أخذ مثلا كاس القارات 2013 مع البرازيل بقيله كاس عالم بتيجي بالظروفها كاس العالم دي يعني مش كل بطولة براهن عليها ولكن على مستوى الكرة الأوروبية أنا عملت كل شيء في الكور كل شيء اتعمل فمش هتفرق معي أو أن أنا لعب شامبيونز لجي السنة الجاية عكس واحد زي مودريش بيخلص مسيرته الكوروية عكس واحد زي كروز بيفكر في الاعتزال أنا عندي لسه 30 سنة الثلاثين سنة دول لو خدتهم بأيخوا راتب الأربع خمس سنين وبأخذ بينقسين امتيازات كبيرة في إنجلترا في بلد تانية اللعيب يا كابتن عند السن ده خلاص أنا لعيب أجنبي مش أوروبي بفكر دايما أن أنا يقول ليه هنا وهنا مثلا أنا أعمل كوميونيتي كبيرة في أسبانيا كوميونيتي كبيرة في إنجلترا ده اللي بيرهن عليه لعيب زي كازميرو 350 ألف سنواني في الأسبوع للاعب رقم 6 هو بالنسبة له كمان آخر عقد كبير يعني حتى وجوده في ريال مدريد أعتقد ما كانش هياخد هذا المبلغ الكبير فكازميرو هننتظر وحنشوف هل كازميرو كمان هيكون صفقة ربحة للماني يونايتد ده اللي هنشوف خلينا نشوف محضراتكو الجولة القادمة من الدوري الأسباني منها الفاصل ونرجع نتكلم كمان على مباراة كانت يمكن من أيام ما بين السيتي وبرشلونة كانت مبارح ولقاء طبعا بيب جارديولا وشافي بعد الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكو مرة تانية أحمد نتكلم على اللقاء كان مبارح يجمع ما بين المان سيتي وبرشلونة وانتهى اللقاء بتلاتة تلاتة طبعا مباراة ودية يمكن كانت شكلها ودي أكتر منها مباراة جدية لكن كان فيها اتنين مداربين كبار نتكلم على الأستاذ وتلميز وزي ما بيقول نتكلم على بيب وشافي شفت المباراة ازاي وهل دي بتعكس قوة برشلونة على الشكل الهجومي اعتقد في تلات مباريات بحقق سبع أو تمن أهداف هل الشق الهجومي لبرشلونة متكامل بشكل أساسي للخوط في الليجا ودور الأبطال يعني انا بشوف المانشات دي يعني مش معيار اوه كابتن ده بداية ولكن فيها بعض الحاجات اللي المدرب بيبتدي يعني انا عندي هوا فرصة ان انا لعب منشستر سيتي العيبة بقى أعلى كوالتي في العالم وعندي فكرة وفكرتين عايزة فاجربهم فلو جربتهم وفشلوا اقدر اطبقهم بعدين في المستوى العالي لو نجحوا اصود اقدر اطبقهم بعدين في المستوى العالي فشلوا بلاش اجرب وخاطر بالعناصر اللي معي دي اعتقد ان كل مدرب من المدربين كواردولا وتشافي نزل بفكرة واضحة افكار واضحة للتطبيق فعلى سبيل المثال لو كانت شافي مهتم باختبار الحراس البديل او نمط الدفاع البديل والخروج بالكرة بالذات من الظاهرين الخروج بشكل قصير مش قطري خروج بالكرة من تحت فاعتقد ان شافي نجح في المهمة دي بشكل كبير واذا كان بيجرب مثلا فكرة ضغط لعبين خط النص عالي قوي على المنافس اعتقد ان هو نجح فيها بشكل كبير وتجلى ده في هدف دي يونج اللي يفتكه في الكرة من منطقة الجزاء بدعة منشستر سيتي الماتش بدنيا ما كانش واقي الماتش بدنيا كان عالي الفرق نزل الرتم كان سريع الرتم كان سريع جدا فده ممكن يكون اختباري ولكن ما يكونش معيار مثلا لعنوان زي قوة هجوم برشلونة لا اولا مش هجوم برشلونة اللعب هو هجوم الاساسي لانه دي باي مش هساسي اوباميانجمش الاساسي والاثنين احرازوا هداف على سبيل المثال في الماتش ده جوارديولا جوارديولا كان يعني اقل يعني تحموسا للماتش لانه فكرة السفر والارهاق وعندي بريمير ليج كمان ثلاث او اربع ايام بتخلينا اطلع من بماتش زي ده باقل الخسائر مش اكتر عشان كده واحتفظ بعناصر اكتر يمكن على الدكا من الماتش لونة العنصر مثلا رئيسي زي ايرلينج هلند استعام به في الدكاية الاخيرة وليد محرز كذلك فاعتقد انه تشافي يمكن كان عنده افكار اكتر عايز تطبقه في الماتش ده يمكن نجح في فكرة او فكرتين ولكن الماتش ده سواء اداء دفاع اداء هجومي مش المعيار بشكل عام الماتش يعني كانوا بيقولوا اللي هيكسب الاستحواز ده هيخد اوروبا السنة دي قولي يعني من كتر المدربين بيالجول الاستحواز ومانشتر سيتي كسب الاستحواز في الاخر من برشلونة مش ماتش معياري وان كان مثلا عنصر زي برناردو هو العنصر الاهم فيه لان برشلونة عايزه وكان كله متطلع لزهور برناردو برناردو في الكامب نو اعتقد صفقة ممكن تكون يعني هي معقدة جدا في الاوقات الاخيرة يعني بدأ برشلونة فيها متأخر يعني لو ما كانش بدأ متأخر كان ممكن تبقى يعني طبعا التقارير اللي جاية ان الستي صعب جدا يفرد في برناردو سيلبا الفترة اللي جاية لانه لعيب محوري ولعيب اساسي في الفريق ولعيب عنده يعني عنده لسه الانكنيات وهدف كبير طبعا للمان سيتي للحصول على دور الابطال لكن على مستوى الادارة الفنية بيب جارديولا بعد عودته للكامب نو في مباراة ودية امام شافي نشوف قال ايه بعد هذه المباراة اذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي مرت بها برسلونة فاعتقد ان الفريق ضم الى صفوفه لعبين ممتازين الدوء المهم بصورة طيبة وهو فريق مكتمل جدا انا منبهر رأيت اننا لو لم نبلغ اقصى مقدرتنا فاننا لن نرى الكرة مطلقا لعبوا بقوة شديدة منذ البداية تناقلوا الكرة كانت هذه المباراة مفيدة جدا لنا اذ لدينا مجموعة من اللاعبين لم تتح لهم مؤخرا فرصة اللاعب واتيح لهم وقتا على ارض الملعب كانت مباراة مفيدة جدا لمبارياتنا المقبلة انا منبهر بالمهارات الفردية العالية التي يتمتع بها لاعبوهم يعرف تشافي الكثير تحدثنا لساعات طويلة عن كرة القدم عندما كنت مدربا له انه يحسن الاداء وهو يعشق هذا النادي انا واثق انه سيؤدي مهمة عظيمة واتمنى له وللنادي حظا طيبا طبعا بيب يعني من عشاق اكيد برشلونة ومتفائل خير بهذا الفريق وكان متخوف قالك كنت متخوف من الظروف اللي مر بها لكن على المستوى الفني ما عندوش قلق لعودة برشلونة يعني انا شايف هو بيتكلم الكلام طبعا من منطلق نوكاتالوني منطلق تشجيل برشلونة ولكن لا برشلونة غير اي شيء هو مبشر حاليا حتى لو مش حقق القاب كبيرة ولكن الوقت المثالي لعودة برشلونة فنيا بس هو الوقت اللي احنا فيه ده انه خلاص انت قللت عمار اللاعبين ورغم انك استبدلتهم بلعبين شباب كتير ولكن لا لعبين شباب عندهم دلوقتي سنتين او تلاتة في الليجا على مهدار قريب لعبه دوري ابطال اوروبا بنتكلم على بيدري بنتكلم على جافي بنتكلم على نيكو جونزلستا بتطلعه عرف الانسي وهترجعه لو احتفظ برشلونة بدي يونج استقدم واحد من افضل مواجمين في العالم اللي هو ليفندوفسكي انسو فاتي بقاليه خبرة اربع او خمس مواسم في الليجا دلوقتي رفينيا جاي من الدورة الانجليزي متعود على الرتم العالي كيسي عندك عمق في خط النص فاعتقد لا يعني هو بيتكلم الكلام ده من ناحة الفنية وفعلا برشلونة على الملعب قدام منشستر سيدي كان واضح ان الكورة في رجلين لعبته افضل او اكثر ثقة او بيعرفوا يتخلصوا من الضغط بشكل افضل يعني فيه كورة سيدي روبرتو بيطلع بيها خمسين متر تقريبا من اول بيوصل بها لحدود خط نص منشستر سيتي وده وضعها ما كانتش جديدة على ما كانتش قصدي يعني متوفرة برشلونة السنوات الاستناتين مثلا اللي فاتوا اللي كان برشلونة بيعاني من فخدان الكورة بسهولة جدا في الميز باس بيعاني من فخدان الكورة او لما لعبي يفكر ياخد بها قرار ريسكي شوية ان انا اطلع اسبرينتا او رقص حد كبتخطف على طول لانه كانت الكواليتي زي ممكن اقل برشلونة على الكواليتي اللعيبة لما يسجل جور كوندي هيبقى وصل لأفضل شيء ممكن يتحقق دلوقتي فنيا على الاقل فان كان برشلونة رايح لايه فهو افضل بكتير من السنة اللي فاتت مثلا لا افضل كتير وعلى المستوى على مستوى الفني وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى اللاعبين كمان منتظرين طبعا برشلونة بشكل مختلف عن السنة اللي فاتت واعتقادي الشخص ان برشلونة السنة هيكون ليه شأن كبير جدا سواء في الليجة او على مستوى دوري الابطال شابي المدير الفني لبرشلونة قال ايه بعد المباراة نشوف ما حضرتكم تعلمت من جوار ديولة السعي نحو التمييز عندما كنت زميلا له وعندما اصبح مدربا لي سددوا عددا كبيرا من الكرات تجاهنا لم يعجبني ذلك فهذا ما نريد ان يفعله فريقنا من الواضح انه فريق متجانس فقد ظل لعبه سويا لفترة طويلة وبوسعك رؤية ذلك تبدو تحركاتهم في اوقات وكأنها اوتوماتيكية شابي على نهج بيب غارديولا في المسيرة التدريبية احنا بنتكلم على ما فيش سيفي طويل بالنسبة لشابي على مستوى التدريب هل خلاص واخد واخد تجربة بيب هي دي بالنسبة له التجربة الاكتر اصارة واكتر متع في اداء كورت القدم يعني هو تجاهي يمكن يكون افضل اختيار حصل لبرشونة في فترة النكسة اللي حصل او الانكسار اللي حصل ده ولكن نموذج جوارديولا مختلف تماما يعني لان انا بشوفه غير قابل للتكرار لانه بسببساطة شديدة لعنصرين اولا جوارديولا جاي الحرطيك بتقول يا كابتن ما فيش سيفي كتير جوارديولا ما كانش فيه سيفي اصلا كانش فيه حاجة ده اول تجربة اول تجربة خالص وكان بيدرب تقريبا شباب بيدرب برشلونة فأول تجربة احترافية وتاني شيء لانه ما كانش فيه لانه فيه ميسي لانه كان فيه ميسي في زروته مع جوارديولا هفيه حتة ادفانتج لتشافي وحتة ادفانتج لجوارديولا ولكن تشافي افضل اختيار على السير للمدرسة دي الوقت برشلونة علشان بيلعب كورتو العادية فجمهور برشلونة على الاقل خالص ساتسفايد راضي حتى لو النتائج متعسرة اخفاق زي مثلا فراكفورتسانة اللي فاتت ما قبلش بموجة انتقادات عارمة ليه لان برشلونة بيلعب كورتو ده الجزء اللي كان ففي الوقت الحالي جمهور راضي لان انت شافي بيلعب كورت برشلونة واللي الجمهور برشلونة بيؤمن كفكرة ان دي افضل كورت قدم بتتلاعب في العالم صحيح فلما بوفر لها افضل كورت تسبق لعبة تلعبها انا بكون ليا الابرهند ان انا حقق الالقاب بالمناسبة بس حابب اقول ان الماتش ده كله كان للتوعية بمرض التصلب الدموري وعلشان المدرب المساعد للويس انريكي سابقا اخوان كارلوس انثوي كان حاضر الماتش وكان حاضر المؤتمر للصحاف صحيح وده المرض اللي مصاب بنجمنا مؤمن زكريا ربنا يشفير على خير ان شاء الله ده تنويه بسيط بس علشان نقول حتى ان الجانب الانساني ليه علاقة بكورة القدم وماتش زي ده بيسجل اقوى حضور جماهيري من بعد انهاء الشامب صحيح واحد وتسعين الف وتسعمائة واحد وتسعين الف سؤال حضرتك عن تشافي او تشافي كان الاختيار الاكثر توفيقا لإقدارة برشلونة في الوقت اللي كان يعني فيه شكوك كتيرة جدا بتواجه فرقة الكورة في انتكاسات كتيرة جدا خصوصا بعد الخسارة من بيرن منشن بتمانية وفشل تجربة كومان وعدم تحقيق بطولة من ثلاث سنين ونص دلوقتي غير بطولة كاس مالك اسبانيا واحدة وعلى حساب بالباو مش على حساب خصم تقيل وان برشلونة بقى شيء نعم أبينا نادي صف تاني في أوروبا دلوقتي ما بقاش من الأندية الأولى في أوروبا فاللي حصل سواء في المركات او بين تدابة شافي او بكورة القدم اللي بتتلعب دلوقتي اعتقد انه هو افضل شيء حق اللي برشلونة سنوات الهاتف ما فيش شك زي ما احنا بنتكلم انه كمان على مستوى الانفاق على الصفقات يمكن دايما الناس بتربط الصفقات بالمبالغ أنا مش مع الجزئية داي تساعات بيكون لاعب يمكن الصفقة مش كبيرة ولكن انتاجه بيبقى كبير وممكن يكون العكس تعالوا مع حضراتكم نشوف يمكن اكتر المدربين انفاقا على الصفقات من خلال الفيديو اشتركوا في القناة دا كان اكتر المدربين بيعا لللاعبين يعني دول المدربين اللي باعوا اللاعبين خلال فترات تدريبهم اخر عشر سنين انت مع المقولة دي هل كل لعيب بيتدفع فيه مبلغ كبير يكون صفقة ناجحة او العكس يعني فيه امثلة كتيرة عندنا يمكن ابرزها لوكاكو والانتقاله من الانتر لتشيلسي بمئة مليون والعودة السنة اللي بعدها بعشرة يعني لا لا انا زي ما بوصفتها بل كانت صفقة غسيل اموال بصفقة غسيل اموال بتاعت لوكاكو وبتاعت جريزبان وبتاعت بوكبت ثلاث صفقات دولار بصفقات غسيل الاموال بس لغض النظر عن ده لا السؤال بتحرطك لا فيه العيب زي جارة بيل مثلا الدفع فيه مبلغ خرافي ولم يقدم يعني ربع المأمول منه على سبيل المثال ولكن لما تحط فلوس مثلا في صفقة كريستان رونالدو مئة مليون يورو وينقلك تاريخ ريال مدريد طبعا تاريخ ريال مدريد هزة مثلا للعيب مثلا مثلا زي كلا نمبابي مفيش شكوك على مستوى الفني مفيش شكوك خلط على مستوى كلا نمبابي فني ولكن الرقم المبالغ فيها اللي بتدفع عليه هتحط عليه أكيد ضغط عكس رونالدو رونالدو جاي ريال مدريد مثلا عنده 26 سنة على سبيل المثال واخد شامبيونز ليج أوريدي مع منشستر رونايتد واخد أحسن لعب شاب في العالم فلما وصل الوقت ده هنا أبتدأ أقول أن اللعيب ده أكيد ثمنه فيه نقوله كانت مثلا لما جي من لستر سيتي كل الناس عارفين أن ده لعيب كان 50-60% من لستر سيتي يكسب بريمير ليج مثلا فده لعيب أكيد ثمنه فيه ودي حاجات أثبتت هلند على سبيل المثال ما بقاش محتاج إثبات أنه ندفع فيه فلوس الـ 75 مليون يورو اللي دفعوا منشستر سيتي هتترجم لـ 500 جون 300 جون 400 جون مثلا يعني لو بنفترض الافتراض المنطقي لمسيرة لعيب زي إيرلين جالند عند 21 سنة ووصل لـ 250 جون فمع بناء اللعب زي منشستر سيتي هيوصل لكم جون فبعض الصفقات بيكون الدفع مبلغ باهز فيها ريسك كبير وبعض الصفقات بيكون الريسك ده أقل ولكن العلاقة دائما المشترضية بين الرقم المدفوع والقيمة الفنية طيب لو رحنا سريعا لإيطاليا ومن خلال الصفقات بنتكلم على لياو لياو أحد التقرير كمان في أحد الفرق في الدورة الإنجليزية عرضة أكتر من 120 مليون يورو على الميلان هل الصفقة ستتم بهذا المبلغ هل لياو مستقر مع الميلان وخاصة الميلان ولياو كان أفضل لاعب في الدورة الإيطالية الموسمة الفات أعتقد نيو كاسل العرض الرقم يعني العيب صغير برتغالي قد ميلان لقب في سن صغيرة مثل مسجل مثلا سلفات أسرع هدف في تاريخ الدور الإيطالي هو أهم عامل في ففوز ميلان ولكن هذا العيب لا يختبر شخصيا في مواقف مختلفة تخليك مستعد تضعط على الترابيزة 120 مليون يورو أنا بتذكر دلوقتي مثلا صفقة دي نيلسون اللي رجت أوروبا كلها لما انتقل من البرازيل لريال بتيس ققت أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كانت حاجة مفاجأة جدا إن ريال بتيس يبقى معها أغلى صفقة في تاريخ كرة لمجرد إنه شاف لعيب مراوغ بس كله تخيل إن دي نيلسون سيكون أفضل لعيب في الدنيا ده أحسن لعيب يرقص ده أفضل لعيب من حيس المهارات يعني ما كانش لعيب المحوار اللي يدفع فيه لقم ده لياو هو ده اللمزج اللي بنتكلم فيه آه قدم كرة كويسة أثبت إنه لعيب كبير جدا 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 بإمكانات عالية ولكن ما أختبرش في أكتر من حتة شخصية ما خدش أربع خمس بطولات قد نادي لهم بنفسه ما اختبرش إنه يبقى تحت الأضواء ونجم كبير عشان تقول أنا أدفع في 120 مليون يورو هي دي النقطة فلياو أنا متخيل لو حد بيفكر له كويس في المسيرة دلوقتي لا البقاء في ميلان ده أهم شيء خطوة للدور الإنجليزي تكون خطوة محسوبة ما تروحش نيو كاسل مثلا دلوقتي انت تطلع من ميلان تروح للبيك فور على سبيل المسال أي شيء تاني هيحولك اللعب سوف تهل هترجع تاني هترجع تاني خطوة الوراء وأعتقد كمان وجود الميلان دلوقتي كبطل لإيطاليا وموجود في دور الأبطال طبعا اليوم طبعا لعيب كويس ولكن لسه مش من عزماء قرط القدم في الكرة الإيطالية معانا فيديو عن أحد عزماء قرط القدم تقرير عن أحد عزماء لعبي قرط القدم في إيطاليا نشوفه نرجع مع حضرتك جوزيبي ميادزا واحد من أغرب اللعبين في تاريخ الساحرة المستديرة ولد في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1910 لعب خلال مسيرته الكروية لأندية يوفانتوس وإيسي ميلان وأتلانتا وفاريسي فترته الذهبية كانت مع انتر ميلان لقب بالعبقري وصنفه النقاد كأفضل لاعب كرة قدم في العالم في النصف الأول من القرن الماضي يعد الإيطالي جوزيبي ميادزا أغرب لاعب عرفه التاريخ الرياضي فلم يضاهي لاعب حتى الآن في مشاكساته ومواقفه الغريبة كان مدخنا شره يدخن بين شوطي أي مباراة في غرفة تغيير ملابس وأمام أعين المدرب واللعبين ويرفض التدريب بشكل دوري كان يتضرب مرة واحدة فقط في الأسبوع مع نادي انتر ميلان عرف عنه أنه لا ينام ليلة مباريات فريقه في ميلانو مع أصدقائه اللعبين في الفندق بل كان ينام في بيته الذي كان يبعد عن الملعب عشر دقائق مشيا على الأقدام كما عرف عنه عشقه للصهر وحضر متأخرا في إحدى المباريات قبل انطلاقها بخمس دقائق لكن بعد دخوله الملعب سجل ثلاثة أهداف هاتريك وأفلت بعدها من العقوبة اعتاد دخول الملعب دون إحماء والمشاركة في المباريات دون الاستعداد لها وأبرز أفعاله الغريبة كانت في أحد لقاءات فريق يوفانتوس عام 1937 تأخر في الاستيقاظ مما دعا مسؤولي الجهاز الفني لإرسال أحد الأشخاص لإيقاظه وحضر جزيبي قبل انطلاق المباراة بدقائق معدودة ورغم ذلك سجل هدفين ليحصد بعدها الفريق لقب الدوري عام 1940 رحل جزيبي ميادزا عن صفوف الانتر إلى ميلا وقبل مباراة الديربي بين الفريقين بك جزيبي داخل غرف الملابس لأنه لم يود مواجهة فريقه السابق لكنه رغم ذلك سجل هدف التعادل لميلا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ليكون الهدف الوحيد الذي سجله في الديربي لصالح الميلا بعد أن سجل 12 هدفا بقميص الانتر يحمل جزيبي ميادزا الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي حيث سجل 243 هدفا في 361 مباراة لعبها ويعد أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الإيطالي بالتشارك مع جونار نوردل بـ 17 هاتريك اغتر ضمن أفضل 25 لعبا في القرن العشرين من قبل فيفا والاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء وتوفي جوزيبي ميادزا في 21 من أغسطس عام 1979 أهلا بحضراتكم مرة تانية تعليقك نموذج مختلف من اللاعبين طبعا مع فارق الزمن وفارق الكرة لكن تعليقك على جوزيبي أفضل تصنيفك وأفضل اللاعبين على مستوى الكرة الإيطالية يعني ميادزا طبعا قصة كبيرة جدا أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية ومن الصعب جدا أن أنت تحقق ألقاب في الأربعينات والتلاتينات تفضل مستمرة بعد مئة سنة ديل دا شيء لم يحققه إلا ميادزا يعني هو كمان في الدور الأرقام أشكر جدا التقرير هاي المعمول الأرقام اللي عملها دي عملها في عدد مباريات قليل مش عدد مباريات كتير خالص يعني 200 حاجة و40 جون في 360 موتش لا يقارن مثلا بتوتي توتي مثلا اللي هو تاني الهدفين دلوقتي في الكلش على سبيل المثال وهدف روما التاريخي إذا لم تخلن الزاكرة تقريبا توتي تخطى دي نتالي أعتقد في أودنيزي لا لعب 700 ضعف مباريات كبيرة لعب ضعف مسيرة ميادزا غير كده المشاكسات هو مفيش لعيب أكثر مشاكسة منه غير بلوتيلي مثلا وعثمان ديمبليف أو أقل مع برسلونة ولكن ميادزا تميز عنهم إنه هو لا ده كان بينزل يكسب ينزل يعمل كل اللي هو عايزه برا الملعب بس بينزل يكسب الفريق جوه الملعب خاتكس عالم 38 أعتقد 38 مع إيطاليا جوزيبي ميادزا أسطورة كبيرة جدا الملعب بتاع ميلا الملعب تشاركو إنتر ميلا إنه قاسي ميلان لو ملعب سانسيرو إنتر ميلان كان بيسمي جوزيبي ميادزا لأنه رفض يخد التفصيلة التي تقالي دي رفض يخد يخد الديربي الأول وبكى في قط اللبس أنا مش هلعب بعد ما انتقل لميلان قال أنا مش هلعب بالماتشد الماتشد أنا مش هلعبه بينزلوا الملعب بالعافية مش عايز يلعب طب ما كانش انتقل لأ بس هو انتقل وبيعيطلوب في قط اللبس إنه هو مش عايز يلعب المفارقة اللي حصلت إن مياد زي ما سجلش خالص أهداف مع ميلان غلى في إلا في الديربي الهدف الوحيد اللي سجله مع ميلان كان في الإنتر تخيل لزيل أرقامه لو كان بقى كمان بره بره الكورة مركز وفي كورة الفاتحة ما أعطيك أن كان حقق يعني أرقام مذهلة أحمد بنشكرك شكرا جزيلا كالعادة نورتنا وشرفتنا ربنا خليك يا كابتن بباسعيك جدا دايما أنا مع حبيب نورتنا وشرفتنا الشكر واصل لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة الاتنين القادم إن شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف